موسيقى 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 هذه هي طبيعة البودكاست اسماعيل انه يكون طبيعي هذا اللي عم يعجب العالم وعم بيميز البودكاست انه زهقوا العالم من الاشياء المصطنعة بيشوفوا الواحد ع طبيعته شوفوا الواحد ع طبيعته هيك حلو يعني يطلع وبيصدقوا اكتر مشين هيكي هيك هو اللي صار بال السوشال ميديا هي صارت العالم تطلع طبيعته بالتليفونات تعودوا العالم انه ياخدوا المضمون من هيك محتوى انه طبيعي فصاروا يهربوا من المقابلات والتلفزيون اللي هو هيكي بتحسوا انا حتى بالمقابلات بطلع بالطبيعية ما بحب اسمع شو السؤال ما هاي هي كمان انا كترة التحضير وتسمع السؤال بتصير انت تحسب شو هدفك يعني هدف الموزيع اللي يطلع منك التريند ما بهم ويعرف شو انت شو رأيك بفلام تحكي عفلام بدون ما تحست لاي حكيت عد ستة تخانقت بعد العلقة معك الرفاءة بالزبط هلا ليك هيدا اسلوب انا ما اتتبعته بصراحة مع انه هو بجيب مشاهدات وبيجيب هيدا بس انا ما اتتبعته لانه ليك انا اللي اصريت عليه انه اعمل شي بشبهني وهي دي مش شخصيتي يعني مني مستفرس انا بدي اعمل بودكاست انا بدي اعمل بودكاست جاني كذا حدا بس ما بحس بدهم تريند ما بدهم يفهموا انا شو عندي ما بدهم يفهموا انه نحنا عم نتناقش بفكر عم نتناقش بشي ممكن ناخد تريند بس ما كان هدفنا لتريند هي الجملة لحالة تريند اللي انحكيت القصة اللي حكيت عن عن اللي نفرض نجاحي عن كيف مثلا انا كتير قلت بعد موت ماما وبابا اي شي بدي اطلع احكي فيه بدي احكي عن رضا الوالدين لانه هلا اعطيك سر اكيد مرضي انت اكيد مرضي اكيد اكيد اول شي الله يرحموا اهلاك فينا نقول بلشنا نحنا بالبودكاست اذا بدك انا عطول ببلش بها انا عطول ببلش بها الطريق فبنيها اللي خبرتك حتى بس ليه انا ليش ببلش بلا ما خبر يعني الضيف لانه بدي ايه يكمل مثل ما هو ايه لانه انا وعدتهم يعني وعدت ماما يعني فيه سر بالحياة العزي بالعالم تعرفه امتى بتعرفه هاد السر بتاخده من حدا جرب يعني ممكن انا اكون عمري ثلاثة وثلاثين او ثلاثين او ثلاثين او ثلاثين عمر كله بصير ثلاثة وثلاثين فتت بالأربعة وثلاثين فممكن يكون تجاربه اكتر من شخص عمره خمسين شو السبب هو امو ابو عائفين ما جرب فهي الحياة عندي بالنسبة الي انا ما يعني شوف اصدقائي كلهم بيكونوا سربئ خمسينote خمسو اربعين لماذا؟ ليس ما بستقلب بالشب اللي عمره 24 25 لكن انا اللي شفته اللي صار معي بالحياة وتجاربي و comprendي اصلا من جوجتي كثير انا شيء 1945 عندما يناقش أحد عمره 45 أو 42 أشعر هذا قريب مني يعني يشبهني عرفت وأحياناً أنا تقعد مع أحد عمره 40 سنة ما بقدر يحكي معه يعني هو بلاقيه عمره أصغر عشرين ما عامل لك كشباب وحياة وبيلعب الرياضة لا دولة شغلات إذا بتسيرونها 50 بتعملون لذيذ انت شاب بس فكرة هاي يمكن ليش بحكي كثير أنا بالحياة لا أي حدا بيقول لك بحكي كثير أي حدا بيقول لك يا الله بيحكي كثير ما بحب مثلا أعدنا مثلا أنا وياك هلا ما بحب بحكي يالله كيفاك شو أخيش ديجا بالكنزة هاي تبعا والله استوديو حلو شو لأ عندي وقت لا أحكي معك أنمي حالي نميك إلاك شي صار معي إلاك شي صار معك أنا باعتبر هاي هي ياللي خلتني أوصل لأماكن ما ضروري إلاك عليها كلها لكن كتير عقبات بحياتي تخطيت عليش بسبب الناس اللي عاشرتها وبسبب تجاربي بيقول لك عاشر خمس أغنية وتصير غني عاشر خمس فاشلين بتصير فاشل عاشر خمس ناجحين بتصير ناجح بيفكروه الناس أنه شو هاي يعني مو أكيدة لا أكيد أنا هو العقل يعني أنت اليوم عندك عقل مثل ما نحنا عنا الجسم بده بروتين بده كذا بده كذا فكبير العقل شو؟ أنت إذا كل يوم عم تشوف بس الأشياء التافة تافة 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 أوريدي بدون ما تحس تحس عخي عم تصير تافة بدون ما تحس يعني رفيقك عم يحكي معك بوضوع جدي بتمزح ما بقدر فصرت أهرب 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 فصرت تحس حالي أنا عم حب كثير الناس الكبار يعني برافق اللي عمره خمسة واربين سنة كثير حاسس حالي أنه هذا هو ضابط معي أحيانا بيمرق أحد عمره خمسة واروشرين سبعة واروشرين بقل له أنت واعي كبير ليش؟ بقعد شوية معه بلاقي عايشة كثير صعبة لازم بتحرف هاي دي سلف أوريث يعني هاي دي أنت واعي لذاتك ومع بتضيع فرص بالحياة يعني أنت بتصير مثل ما قلتلي أنه شخص ممكن يكون عم يحكيك شغلي جدية أول إذا واحد بده يضحك أو بده يكون مش عم يشوف بالعمق شو عم يتلقى يعني يكون ممكن عم يضيع فرصة من فرصة حياته برافو عكا بدي أقول لك أنا لما قعد أحكيك بتجربتي شو بدي فيك أنا أنا شو مصلحتي معك عملك كلها أنا هيك عملت هيك ساوي قعد يروع لك كذا 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 ليش؟ لأنه أنا جربت قبلك يعني مثلا إذا خليني بلش الحديث لحتى أكون صح لأنه أنا قلت بأي شي بدي أطلع بلقاء عندي إفنت عندي حتى أنا بعمل ندوات بالجامعات بيتركيا للجامعات العربية قلت أي شي بدي أطلع أول شي حقفتتحه بسر بسكرت يعني ها الأول قانون الجذب فيه قانون الجذب فيه قانون الفراشة إذا بتعرفه طبع أنه إذا بتلحق الفراشة كتير تهرب شلون بدي يصير عندي فراشة؟ بعمل بستان بخلي الفراشات تجي لعندي هذا القانون تتبعه لكل شي يعني أنت اللي يفرض بتحب كتير البودكاست وبتقول لي يا الله أنا بدي أقابل مشاهير ضلّك تلحقه نبعت له ما أحدا بيجي ما أحدا حي يجي لعندك فوكس بالبودكاست صح زراع الحديقة تبعه حجول عندك هذا قانون الفراشة اللي أنا عايش عليه فكل شي بديك يا بيهرب إذا لحقته لا تلحقه تركه شوف شلون بدي أحصل عليه قول كل يوم بدي أشتري سيارة أين وروح ما حي يعطوك السيارة روح ويبدي سيارة بدي سيارة بدي سيارة بسيارة شلون بدي أجيب سيارة لازم اشتغل لازم وفر بتكتهيئ الأجواء هذا قانون الجذب اللي عالم فهمته غلط قالوا لك ده سكرة قانون الجذب بقول أنا غني أنا غني أنا غني بصير غني بس هي فيها وجهة نظر إنك كمان تحلم تحلم بالهدف اللي أنت بدك يه وتأقق وتآمن بأنه هذا قانون الجذب هذا الفراشة يعني هو بس أصدق كيف الطريقة يعني دائما مش يضل نايم الواحد ويقول أنا لا مكسيموم يضل نايم يعني ما عم أقول للناس أنا هدولي ما بجي بسيرتهم وبنوم هدولي هدولي صاروا فشلة اللي بيعود بالبيت وبدأ يا رب ليش ما تسترموا أنا ما عم بيحكي عهدول لا أعم بيحكي عاللي عم يمشوا ويسعوا بس ما عم يصبط معهم بيقول لك هاتا كله حكي أنتو على البودكاست بتطلعوا بتحكوا أنتو المشاهير يقول لك أنه أنا مالي إنسان مثلك كانت بشتغل شغل معين كان حلمي يكون معي خمسمائة دولار ولا ألف دولار بعدين صار حلمي كذا بعدين صار بس في طريقة لهي الدنيا لحتى تعيشها رب العالمين خلق هاي الدنيا بقوانين أنا اليوم في قانون الجذب في قانون الفراشة في 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 طيب ما عم يزوط معي شي ليه ما فيك تجيب هاي القوانين لها تضبط يعني أنا اليوم بجيب لك جيتار أنا بحكيه كموسيقي أو أنت كحدة بتحب الأخراج التصوير بجيب لك كاميرا ما حتعلم تصور فيها لك تضبط الإعدادات لتأخذ صورة صح أنت لتشد هاي القوانين اللي بالحياة ما حتشدهم لو درستهم وتعلمتهم أول قانون هو أنت بتأويت ذاتك لتأخدهم لهدول القوانين تضبط العيارات تبع الجيتار لتعزوا في النوتة صح فأنك تفهم شو في قوانين بالدنيا شغلة لذيذة وحلوة أول قانون دك تفهمه قبل القوانين هو قانون أنت مين ما هايدي تكتشف ذاتك وتعرف أنت شو بدك وعلى أساسها بتصير تلاقصك بتصير تعرف تتعامل مع قانون الجذب تجيبه طب هايدي اسماعيل ما بتجي من الأهل بدرجة كتير كبيرة أنه سمعوا رأيك من أنت وصغير وقالوا لك شو بتحب هاي ولا هاي وأخذوا رأيك ما أنت حسيت بوجودك حسيت أنه أنا إلي رأي وأنا بعرف شو بدي بالحياة هيدا الشي بيخليني اكتشف أكتر مش أنه اسمع العالم شو بتقول واسمع رأي العالم فقط هلا هو أعمق من هيك الفكرة يعني هي لو بقيت على الأهل في ناس كتير أهلون كتير ناشحين وكتير عاملون صح طلعوا فاشلين طلعوا هذا هذا بس جن هذا لحق المخدرات هذا أدمن على شيء أبو ما بيأدمن أبو ما كذا بس وأبو كان صح فهي الفكرة ما الأهل أدمن أنا إمتى عرفت هاي القصة إنه ما دخل الأهل بكل شيء إنه إلهم قواعد هلا إنه ضبط إنه ضبطوك وقالوا لك روح ما دائما حقول لك صح وغلط بس إنه زرع وشخصية معينة ها عملوا العمل الأساس قواعد والقواعد وإنت من ظهرك أنت ثورة وما كنت تتحب يعني ما تتحب تتأيض تحب الحرية هل القوس معروف بيحب الحرية هاي إذا حكينا أبراج وحكينا فتنة بهذا العلم إذا حكيت على شخصية إسماعيل تمر جدا بحب الحرية وبحب القيادة درست القيادة شوفت شوفي كتب قيادة تعلمت عن القيادة تعلمت عن خليني أعطيكي هون سر سر أنا أحبك تحكي بس أنا قبل ما نحكي بدي شوي الجمهور اللي ما بيعرف عنك شوي صغيرة بدي هيك لمحة صغيرة أنت خلقت بسوريا اشتغلت فترة معينة فت على البدرسة خبرني هذيك المراحل شوي صغيرة أختصره لأنه صرت حكي أعتقد بكتير أنا حابب اليوم أحكي شي لأنه بالنهاية لما بدي أحكي لجمهوري اللي هذول قصص بيعرفون بالعاكس بدنا نحكي خلينا نقول زبدة لكلام أنا كعيشة عيشتها أكيد صعبة حكيتها بكتير لخاءات مضبوط أحدا من عائلة متوسطة ما حقول فقيرة متوسطة عايشين مثل اللي كانوا 50 أو 70% من العالم هلأ صار في الطبقة المتوسطة بالعالم صارت 10% صار في عنا 2% الأبل كتير هو الفقيرة واللي كتير محروم هاي الطبقة المتوسطة كتير راحت بسبب ضغوط الحياة ما عد في حدا متوسط فراحة الراحة نعدمت بهذاك الزمن اللي أنا كبرت فيه يلي هو قبل السوشال ميديا وقبل الموبايلات كان فيه ريل للحيات وكان فيه رياحة وكان فيه ضبط صح يعني أنت اليوم أنا إم تفهمت أنت عندك ولاد؟ أي تماما حتفهمني كتير صح واللي عنده ولد حيفهمني أنا مثلا هلأ أبني تايم صار عمره خمسة سنين وجاني جاد هلأ تقريبا عمره 45 يوم والله يخلي لك يونه الله يسلمك ففهمت شو يعني أنك أنت أبي شو كان يقل لي لأنه آه هلأ فهمت أبي ليش كان مثلا أنا بلحق أبني بلو شراب ما يشرب ما كثير مشان كلاويك أنا بتذكر أنه أبي كان يلحقني على الباب ليطعميني وقت كنت صغير يمكن هلأ كثير ناس بتدائب تقول لك يا الله أبي شو لا تروح ولا تجي فالأهل صح بيعطوا قواعد بس الزمن يتغير يعني اليوم أنا ما عاد أقدر أضبط ابني متل ما ضبطوا أهلي متل ما ضبطوني أهلي وما عاد أعرف عامله بنفس الطريقة لأنه اليوم كل زمن قال له شي أنا قبل أهلي كان يقول لي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هلأ قد ما قلت له واحد اثنين ثلاثة بيفتح التاب بيطلع له أشياء تاني ففكرة الضبط اختلفت فكرة شو بدك تقول له لابنك اختلفت أنا اليوم كشخص أبي ما قال لي أنت شاب وتجوز ولازم تتجوز ولازم هلأ لازم قل له لابني الشاب يتجوز البنت لازم صرنا بزمن عم نحارب بأفكار أنا قل لك أنا ضد لنفرض المثلية ولا ضد مدري شو ما بقول يصطفل العالم حر صار يعني ما عاد فيك تضبط شي أصلا بهذا العالم لكن بضبط هاي الأسرة لأنني أنا تعلمت القيادة وكنت قائد بهي الأسرة يعني أنا ما كنت سبب بمشاكل هاي الأسرة أنا كنت بحل مشاكل هاي الأسرة بكل ظروفة يا أما بدي أكون سبب لحل المشكلة بس أهم شي ما أكون سبب بالمشكلة حتى لا أقبل كن محايد بمشاكل فهذا ترباية الأهل بس هذا غير كافي هلا ما فينا نحكي لأنه أنا كنت بزمان ما في سوشال ميديا ما في أنا أبعث لك مسيج هنيك وعيدك أنا لازم رول عندك وشوفها كان في ريل كان في حقيقة كان في حياة كان فيني أكشفك أكتر فأنا ربيط بظروف معينة بأحلام معينة بس ما فيش زبط يعني أنا اليوم من يوم يوم بحب التمثيل والراب بس أنا ما أصلي كم سنة لحتها حصلت على السمرة بس ألا مين بيعرف أنه قديش عانيت 13-14 سنة فهي الظروف عاملك ما كتير بدي أحكي عليها لأنه وخاص أنه عارفت يعني أنا كنت بسوريا طلعت على لبنان اشتغلت visual merchandise بس وين الحلم صح صار لما أنت تقول أنا هذا يعني في قانون بيقول لك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب بيقول لك إيشو هاي لا هذا الصح مية بالمية هذا السر أنك أنت أنا بشتغل visual بمحل تياب بصف ديزاين بعمل الواجهة الفيترين وفي يوم العطلة أكتب في يوم العطلة الثاني يسجل في يوم العطلة الثاني يتصور ونزل يوتيوب ظلّي تحب هذا العمل لماذا؟ لأنه لا يوجد أنا اليوم لما بدك تدرس الحياة في ثلاث قواعدية هناك الاستقرار المادي استقلال المادي والحرية المالية هناك ثلاث مراحلة تمشي في يوم لا يوجد أربعة مرة هناك ثلاثة أنا كنت بالاستقرار محتاج الولد بيخلق اليوم ابني جاد خليق عم يبكي يمغيس بده ميني طعمي بيبكي بده أموت يحملون خلق حياتهم متعود أنه أنا بدي آخر ما فيكي تقول أنا بقعد لحالي ففكرة الأهل ضرورية إن بينهم القواعد لكن قواعدنا هلّا بدك تفهم شلون تحكيها للناس بدكت لهم يا بشر ما فيكم ما فيكم يجي ابنك لعندك يقول لك بحب هيدي اتجوزة تقول له لا ليش لا ليش لا أفهم ليش وفهم إنه هو بالنهاية زيقلت له لا حيروح يعمل في شباب بيقول لك أنا ما ما بدخن قدام أهلي احترام بس ما حيمنعوا الأب نظبوط هل بدك ضروري تخبروا ليش ضروري تفهموا ليش فهمتوا بس فعليا ما فيك تفرض رأيك فعليا لا خلو تعه فو تدخن بغرفتك ولا تطلع لبر كل يوم عم شوفها قم تنزل لتحته وتطلع مشان لا دخن قدام أنا مع فكرة تترافق لابنك أفضل من يخاف ما تمنعه ويعملها بالمخفي بكل شي لا تخليه خاف أنا موضوعه أنا الله ما بخاف منه ما بيخوفني أنا بحبه فأنا بصير باتتبع شو قال لي لأني بحبه ما لأني بس خوف يعني فكرة الأهل مثل هي فكرة لما بدي يقلولك عن الإله أي حدا مين ما بيعبد بيعبد لكن هو عنده إله لازم بده حدا في مرجع مين ما كان إن شاء الله بتعبد أي حجرة في مرجع بتعيش حياتك ومتدور على مرجع ما في تقول أنا وحيد أنا ما بدي ناس أنا فأنت وخلقت بقى محتاج هاي الناس فأنت هون بقى شو فكرة أنت مين وأنا مين أنت مين احتجت بحياتك أنت مين شفت بحياتك فأهلك هني ضمن هاي المنظومة بس هني مو كل شي أهلك بس هني إلهم تأثير لما يكونوا سيئين أما إذا كانوا عاطينك الحرية فهني يعطوك أحلى شيء قالوا لك لحنا رفقاتك روح أنت حر نسخ فيك بس ليش دي يسخوا فيك إنه بدي يشوفوا بدي يشوفوا أنك أنت صاح ما غلط أصمارك إسماعيل أمتى الولد بيكون هالقد معلق بأهله وهالقد بيرد الجميل لأهله أنت قضيت حياتك عم تساعد أهلك توقف حد أهلك بأصعب ظروف ظروف والدتك الله يرحمها اللي توفد بسرطان الله يرحمه ووالدك اللي كنت كمان حده لكل لحظة كان عنده عم بيغسل كلاما ما بدي أفتح هاي المواضيع بس بدي أعرف علاقتك فيهم وبدي أقول لك شغل صغيري أنا كنت عم بحضر أنت بكيتني مبارع بس بكلمة كنت عم بت عم تحكي بالعزب عم تحكي للشيخ عم بتقله بالإذن منك هيدا الشي حرام اللي رح أقوله بس أنا بعبدا لأمي وفعلا أنت أنا كل يوم بشوف المسج تبعك أنت بتجددها هاي المسج اللي بحطوها الله يرحم أهلي وعادي يعني أنا بعد ما توفت أمي في عالم عادت لي أنت طلعت شو الأوفر ما فهمت فبعدين اكتشفت أنه آه ما ضروري كل حدا يحب أمه متل ما أنا بحبي بيه لأنه ما ضروري كل أم عاملت ابنة متل ما أمي عاملت صح ففهمت وعيت قلت آه هذا فهمت ليش هذا بتموت أمه بعد ثلاثة يام بيروح بيسار وهذا بتموت أمه بيروح بيورجوك صورة في واحد جن بيقولك جن هستر بعد ماتت أمه فهي الربط بالماضي داك تروح تفهم ماضيفة لبقى تستسخفه أي شي بهاي الحياة لو واحد لقيته انشقت التيشيرت تابعه أهم لقيته آه الله انشقت بالنسبة لك يمكن أنت سري وما بيهمك اللي صار بالنسبة لك هذا صاله شهرين عم يشتريه عم انشقت انكسر موبايله خربت حياته بالنسبة له حلم شو السبب في ماضي في ماضي ما معقول انت هلا تشتري موبايلك لانك انت حدا كتير سري ووقع وتعمل نفس ردة فعله انت حتوله انكسر موبايله حين تضخمه بجيبه حتا بس مش دارون تقول عنه سخيف أو تججهم يعني كل حدا له معايير للحزن ومعايير للفرح ومعايير للأحلام حسب الماضي اذا بده يحكي على امي او ابي الله يرحمون دك تفهم شغلي اول شي اني انا ب 33 سنة بعمري ما زعلتهم مو متل ما بيحكوا الناس انه ما زعلتهم ما رفعت صوتي شو السبب انا في عندي شغلي من جوه باسماعيل اللي هي لين القلب هذا لين القلب مو موجود عند كل البشر كنت حسه سيء ايام زمان يعني انه يا الله انا شو طيوب بس كنت طيوب درويش اهول مع المستقبل بتصير وتعكل الصدمات بتصير طيوب لكن في حدود بتغلف القلب اللي عندك ليش لانه لين اما اذا قلبك صلب ما بتغلفه ما بتسأل على شيء فدائما لازم تراقب ذاتك تراقب تراقب بكل شيء فانا بدك اهم من هيك حدس راقبه راح تأغلى شيء بي بحياتي فكرة امي اذا بده يحكي لك ياها هيك انه ما رحل لك ما رح طول لانه هذا الموضوع اذا بتقلي يحكيه من اول وحق الاخر عن اهك بللك هذا اهم شيء ممكن احكي فيه بحياتي شو ممكن تسألني واسألك ويحكي لك اهم من هيك انا من منطلق انت اللي انت حكيته انه ما كل العالم فعلا راح تحب اهلها بنفس المحبة اللي انت عم تحب اهلها بس ممكن فوكس لهم على شغلة كتير والفرق وليش يعني لانه ممكن الاهل يغلطوا مع الولاد ممكن الاهل ما يكونوا كل الوقت منصفين مع الولاد يعني طبعا هات اللي فهمتوا انا قبل شك فكرت انه لازم كل واحد امه ماتت يشوفه مفلوج هيك يعني بعدين اصر شوف مثلا اصدقائي امه ماتت كذا لابين ما حدا اجا قال لي بعد وفاة امي قال لي انت مكبر الموضوع قالت له مكبر شو يعني كتير زو يعني انت مزودة خلاص صلى خمس الشهور شو دخلك بعواطفي انت شو بتعرف عني انت شو بتعرف لما انا اتسطح على تختي شو عم يصير فيني انت ما فيك تربط مشاعرك يعني هذا سبب السوشال ميديا والحياة اللي هي عم يراقب بعض الناس يعني رب العالمين حجب علينا هاي الاشياء اللي عمل هاي الاشياء هي حدا ما بيحبك اكيد كانسان اللي عمله هاي المنظومة اكيد مو مشاني مو مشانا هني مشان شي سيء اكيد شي سيء شفته انا وبحست عنه انا حدا ببحث به الحيات اللي عمل هاي المنظومة اصدك السوشال ميديا كل شيء التيفي والسوشال ميديا وا 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 شو هدفه من يوم يوم نوم منعرف ما راقب الناس اماتها مراقب الناس اماتها كنا نعود ببيوت انا عمبخيك انا ابنة نتسعين يعني انا بزمني ازا بدي احكي معك بدأ إليك على البيت إذا أنت مو البيت خلص ما أعب بلقطعك مرحبا خالي محمد هون مو هون إلي يجي ما بعرف وينك هلأ بعرف وينك وشو أكلت وشو شربت وشو عملت وشو ساوت فهذا بهذا الزمن يلي هو خلى الدنيا غير عادي نحن اليوم حياتنا غير عادي في طبقات طبقات كتر وضغوطات أنا عم بحكي عن شخصي أحترم الآخر يعني أنا بركب سيارة بوغاتي في دوفي ما بحب كتير صورة أنا بستمتع بحياتي مثل ما كنت استمتع عيام زي ما حتست فريق معي إذا نزلت لون أنا رأي ليش شو السبب في ناس بسوريا محتاجة تأكل ربطة خبز في ناس ببورما في ناس بمصر في ناس باليمن هلا إذا بعدي لك وطن العربي يعني 70% منهم ناس يعني وصلوا لدرجة بدك كمان أنت تورج فأنت شو بتورج طبق أنه لا أنا عادي عم صور حياتي لا معلش في احترام للآخر ليش لأنه اليوم داك تفهم شو ممكن تكون مؤثر فأنت ما دخلك بس أنت عايش حياتك هني عم يتلقوا طب إسماعيل قد داد دافع للواحد يتقدم أو يصير يمكن إمكانيا مرتاح أو ناجح بحياته بكون الدافع إثبات يعني نفسه أو إثبات من فقر إيجا من تعب قديش هو الموضوع أنه بس أنا بدي وصل لحتى أغطي على أشياء أنا ممكن ما رأيت فيها بحياتي كانت صعبة بحياتي أو مديا ما كنت مرتاح هو هذا الدافع أنت اليوم لو معك مصاري وأهلك معه مصاري وجدك معه مصاري أنت خلاص عالي أسرياء شو دافعك بإليه؟ أحد تحب مثلا الرياضة أحد تحب هوايات أما الحياة تحرمتك شي خليني بس إنهيلك هذيك الفكرة مشان أطلع منها لأنه جدا مهمة بهذا الوقت اليوم ما عم لك لا تصور صفرك ولا تصور أنا عم بحكيك عطاء ما دخلك أنت أنا عم بحكي مع الشخص اللي عم ينشر أنا عم بحكيك مع المتلقي شو عم يصير فيه يوم دك تبحث شو صاير بعالمنا العربي وشبابنا العربي ما عد قبل اليوم مرت رفيقي بتقله ايه فلان بيحبها مرته أكثر ليش؟ راحوا وليك بيضل أخدها شو عرفيك؟ هذا رايح سبونسر هذا بعتوله عرفين دوق نزل ستوري يمكن خلقين مع بعض يمكن ما بتعلم مشان هيك بتلاقي بيحبوا بعض بعض يومين تطلعوا بيجيوا العالم لأنه السوشال ميديا فيك فهموا هاي الفكرة ما ععد تسدوا هاي شي بتشوفوه تقبلوا الناس بطريقة أخرى لترتاح بحياتك لأنه ما راقب الناس ما تهمن اذا بغضلك قاعد نستوري لستوري أنت من دون ما تفهم عقلك الباطني أنت قاعد ببيتك بمنطقة معينة من الوطن العربي باللبنان بسوريا بيمن وعم تقول لي بالسوريات صاحب البيت بده يطلعك من البيت ومرتك عم تقول لك جيب خبز ما في خبز وانت عم تفتح وتشوف العالم عايشة 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 كتير بدأك تكون صرب لا تفهم ما تحسود لا تفهم ما تنضرب ما تقول أنا ما عاد حصيرة فما عاد تقدر تضبط احنا عم نحكي بشي يعني عم نحكي لك ما في حلول الحلول جماعي بدي يكون أنه هاي الناس هلأ عم تتبرمج بطريقة أخرى صار أنا إذا أنت بتعامل مرتك على الستوري هيك معا عاد هذا الحب لا لا أنا ممكن حبه لمرتي وقدم له كل ما أملك بس هاي طاقتي هداكي بيشتغل معه مليون أنا بيشتغل بألف ما لطاقتي جيب لك بيعد ميلادك سيارة وما عاد فهمت الناس ما عاد ضبطت فخلقت مشاكل فبلش التفكك الأسري مع الحروب بكل البيوت الشباب طلعت كل حدا ما عاد فيه عيال ما عاد فيه هاي فكرة الأهل اللي حكينا عنا ما عاد فيك تضبط بلادك كل حدا بيدولي وكل فهي اللي كان السبب بالشرخ اللي صار بالعوائل ما عاد في حدا فهم شو يعني أم شو يعني أب شو يعني فأنا كإنسان شو بقى بهذا الزمن شو فهم دي حلة يوم أنا مالي المهدي جاي مالي المخلص لهي البشر تفهمه بقى بس تفهم أنك أنت مالك المخلص أنت بتضبط أهلي أخير فيه حاجة دائرتك حاجة يا دوب أنا أهلي وعائلتي الصغيرة دي ابنية صح وخلاص لا أحميهم من هاد المجتمع أما روح ضل بس إسماعيل تحميهم شي وهن يكونوا من ضمن هيدا المجتمع وعايشين بس بكيف أنت قلبك عملت له حماية بس شو يعني حمايتهم حمايتهم كيف بدك تحميهم يعني أنا ابني بحمي بحمي أكيد ابنك صغير بس نحنا ما نقول زوجتك 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 بحمية إذا حكيت لك عن الزوجة هذا سردة ثاني أنا صلي تسع سنين تقريبا ما تزوج ما يوم نامت عم تبكيز على بسبب شو بسبب فيه ليدر المرأة مشاعر المرأة لما بدك تفهم شو يعني مرأة بدك تبحث وتقرأ عن المرأة ما فيك تتجوز أبي هيك بعمل أمي وخالتي ما دخلك بخالتك وأبوك غيرك وخالك غيرك ورفيئك غيرك بدك تفهم مرتك مين بدك تفهم الأنسة مين لأن الأنسة تسعة وتسعين فاصلة تسعة عنده نفس الربط والرجل عنده تسعة وتسعين فاصلة تسعة نفس الربط أنا وياك فيه عندنا مليون شغلة النفسة فأي مرأة هتفهم الرجل هتفهمك وتفهمه وتفهمه بيبقى شو شخصيتك أنت عصبي أنا مو عصبي أنت كريم أنا بخيل أما الرجل الرجل خلاص بيحب الحرية ما بيحب واحدة تخنقها والمرأة شو بتحب المرأة بتحب أنك أنت تحسسها بي بأنوستها فاليوم ربطي مع زوجتي ما ضروري يكون ضمن المنظومة أني أنا لا تعملي بها ساولاء ابتي بتعملي بس في قواعد من بنية أنا وياكي لأنا أرتاح أول قاعدة بتعملها مع زوجتك صادقة أنو أنت بعد مرحلة السنة بيجي واحد بيقول لك الحب يا دوم لا تتزوج بيروح الحب آي بيروح الحب أنا بحكيه على بس ما ما بيروح الحب لشي سيء بتروح هي دقة القلب يعني أنت معاك اليوم تجي من الشغل بتشوف مرتك بدقة قلبك هاي الحب المشاعر الحلوة راح بس شو خلق خلق الود صارت مثلة مثل ابنك صارت أغلى من حبيبتك اليوم أنت كم قصة سمعت على الناس بيحبوا بعض وقصص عشق 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 وتركوا بعض أما بس تفهم الزوجة شو يعني زوجة وتربطها أنه أنا أمي وأبي أربعين سنة خمسة وثلاثين سنة توفت بعد ستة شهور توفى بعدها الله يرحمون فقد شريكته مع أنه سبع سنين أبي بيخسى الكيلة وبعد أمي صار معه كانسر بالدم وما مات بالتنين ما تقهر شو عرفك أنا شو كان عم يعمل لما يتسطح أربعين سنة واللي متعود على كل خلاص بتصير المرأة أغلى من حب هلأ أنا بروح بقول أباو أنت بتحب ماما هلأ أنت فيك تقول لي أنت بتحب تايم ابنك أو جاد أو فالزوجة بس طلعت من منظومة الحبيبة والعشق والهاي رفعتها فهذا اللي لعبته مع زوجتي أنا لأنه الزوجة دائما بدها حبه بس ما هي الفكرة حب بتعطيها حبه بتعطيها شيء أسمى وتشرح لها ما اليوم زوجتي أنا في فرق بيني وبيني 8 سنين اليوم أنا بسافر كتير هي من ضمن عائلة طلعت من العائلة خطبتها تجوزت عمرها 17-18 سنة الرجال الوحيد اللي عرفته أنا عم تطلقى منك لا عد فيه أب ولا عد فيه أم ولا عد فيه أنت الرجل أنت السبرمان طبعه فأنت فيك تخليها متل ما بيقولك بتشوف زوجة أو مرة بعد ما تتجوز بتبشع بتكبر فهام أنه هي مو مرتاحة ضغري أنت بتجملة للمرأة والمرأة هي بتجملك بتجملك بتخليك أجمل بشكل ثقة ليش بيقول كل رجل العظيم امرأة ما نحكى شيء أيام زمان هيك بدك تبلش تفوكس تمسك وبدك تجرب لأنك أنت متزوج وتفهم ليش المرأة الرجل ما بيحب اللي بتحبه يا جماعة الرجل لا يعشق اليوم إذا واحدة بتحبك كل يوم تدقلك وتتبقك بتتركها بتمل الرجل يعشق من يفهمه من تفهمه المرأة بس فهمة الرجل عشقة خلته يعشقة لأنه في مليون حدا بيحبني أنا هي مبترة تفهم يعني فيه اختلاف بين المرأة والرجل وإذا عم تفهمه لترضي شيء وإذا عم تفهمه هي ما فهمته هي ما عم تفهمه 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 بدون ما تت يعني بدون ما هي كمان ما تكون عم بتنفذ شيء بداية أو رأيها أو ما تغير من شخصيتك أمرأة إحنا ما عم نروح لمكان أنه إحنا عم إلا قد ضبطها أو لا أنت هي تفهمه أنت ما تفهمه يعني لا هي علاقة مشتركة اليوم اسمها زوجة لك قد ما شرحوا قد ما شرحوا وقد ما حكوا وقد ما طلعوا أنا لا يهمني ما ينتشر عن الزواج أنا اسماعيل لا لك شغلي لو بدي أطشك لأنه بهمني رأيك كتير بس لأنه في وجهة نظر وأنا اللي بيعجبني فيك اسماعيل أنه أنت تحترم نظر الآخرين جدا وما عندك انتقاد للآخرين لو بتختلف معهم بالمبدأ بس بشرط تحترم بالضبط بس إذا إسماعيل يعني أكتر لأنه أنت إنسان جدا محافظ وإخذ هاي القاعدة على أساس إنه هي يمكن الصحة أو الأساس بالنسبة لك رأيك بغض النظر بغض النظر أي شيء بعمله لا يضرق هو حرية شخصية مضبوط بس نحن خلي نشوف وجهة نظر مختلفة اللي هي كمان يعني شائعة مثل ما أنت كمان الطريقة تفكيرك وبالعكس يعني التقليد والأمور المحافظة اللي هي غنية وحلوة كتير كمان شائعة إذا أنت كنت بمجتمع بيقلك أنه حتى المرأة بدأت تكون متساوية معك مية بالمية بكل الأمور بالحياة بالشغل يمكن بالطلعات تبعك أنت إنسان فنان إنسان عندك اجتماعيا أنك مضطر أنك تسافر وتجامل وتكون يمكن بصهرات وطلعات إذا هي وضعها مثل مثل وضعك يعني حياتها بشغلة بكذا بحاجة تحتم عليها أن تكون منفتحة أكتر أو عندها قيادة نوعا ما كأمرأة ما بتجوزها حق فهمت كيف فهمت ليش فهمت ليش أنا غير مفهوم ببعض الأحيان فهمت ليش ببعض اللقاءات بيليش ما بطلع زوجت لا شو دخلك هي زوجتي نحن بما أنه ما عم بعمل شي يتدخل يتعارض مع فكرك ما عم بعمل شي مثل كأنه عم تقلي ليش عم تاكل ليش تحب تاكل بيزا ما دخلك أنا ضد قانون البس كيف فيك تقلي نفس الكلمة سوريا لا أتش أنت وقت 9 سنين عمل لك ما بيوم بكيت فهمت أنا شو عاطية فهي صعب اليوم صعب تدخل البيوت هذا السر لأني ضابط أنا ما أم فهمك شو عم يصير أنا لو شوي ستوريات أنت هتحكي ألا تقولي إيه والله بنت ومرتك طلعت بس أطعت لك أنت هذا اللي عملت للإستياج بس شو عم يصير جو شو عرف شو عرف أن هي ما من نسهر ونعمل ونمزح ونضحك وعاطية كل ما تملك لحتى الآن ضال معي هي شو قعد معي ليش ما أنا اليوم لما بيحكي أنا ما عندي لفو دور خصوصا بعد وفاة ماما وبابا اختلفت الحياة عندي ما عاد كتير تعنيلي الحياة بمجملة قد ما يعنيلي أنا أحط راسي على مخد وكون مرتاح فانتبه أي شي حقلك لا يعنيلي أنت تعمله لكن أنا أحترم اليوم أنت عمل تتو أنا عمل تتو ما بيجي بقناعك تعمل تتو لكن ما بسمحلك تجد ليش عمل تتو بلا ما بسمحلك ولكن بالعكس يا بقل لك حلو قل أنا قلتلك طلعت تتو معنا أنت تدخلت بشخصيتك طلعت أنا ستور يا شباب ليش عم تعملوا تتو له هو صح هو غلط فهي الزوجة أنت اليوم كثرة السوشال ميديا وكثرة السنائيات خلاك تحس أنه اسماعيل متشدد لا هو فقط حماها عنكم أنا اليوم أصحابي كلهم يوتيوبر وفنانين بغض النظر ما هذكر لك أسماء بس أكيد كل حدا حيعرفني هلا حيفهم حيفهم شو عم بحكي وحيعرف أنه إلا ما ربط بقانون وحيبلش يفوكس فيها روح وقرأت عليقات الناس زوجتوا الرفيئي من فترة كانت مهرجان لبسيت فسطان هلك هو اليوم نحنا بمجتمع في ناس محرومة تكرهك فقط لأنك سعيد فقط يعني أنت ليش فسطانك بشعيع بشعليك شو اسمين دمروه نفسيا البنت راحة ستتعالج أنت اليوم تكتب تعليق وبتمشي على انستغرام بس أنت كرجل كمان تتعرض لنفس الشي أنت هدات معينة تعال أحميك طب أنت بتحمي حالك ما بتحط حالك على السوشيل ميديا لأ أنا بأحمي مرتي بأحمي مرتي بأحمي مرتي ميكلام الناس بركة حابة تكون هي على السوشيل ميديا كانت كنت طلعت كانت طلعت على السوشيل ميديا ليش أصدي اليوم أنا بثلاث لقاءات انسأل أنه ليش ما عم تطلع مرتي ليش ليش خليتني إذا من عشر ستين صار في سوشيل ميديا طب أنا من قبل عشر ستين ما كام سوشيل ميديا ليش كل شي بدأ ينفرض ما نعمله يعني ليش ده نصير قطيع قطيع فقط بكل شي ليش ما تتقبل أنه في واحد غريب ليش ما سمعت عني شغلة أنه ضرب مرت آه هلأ فهمنا ليش ما بنزل صور لا عايشين حياة مثالية وأتحدى شخص وتفاهم وبيحب مرت ومرت وتحب وقدي أنا مرت شريكتي لما بقل إلا أنا نزلي صورتك ما بتنزل ما عد بدأ يعني أنا لا أمنع أنتو بتشوفوها مانع 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 لميش أعرفك أنه هي بتحب تطلع وسوشال ميديا وتسمع أنا مرت حساسة جدا 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 لدرجة أنا إذا بقل كلمة كانت قبل تجرحها وأنا شو كون قاصد مسهر لبين ما بعد سنة سنتين ربطنا آه فهمت أنه هي رقيقة هي تكون على السوشال ميديا وحد حكاها المرأة أضعفنا الرجل هذا قانون لازم نفهمه بالحياة مشان قصة المساواة وكترة الحكي عن المساواة 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 ليش أنا انتبه عم بيحكي اليوم حاططني بالبودكاست ما فيني احكي شي بدك يا دي يحكي بديها أنا جاي من اسطنبول لعندك مشان احكي اللي بدي يا أنا فأنا زوجتي هي مو ملكي هي زوجتي انت قلتلي شلي لأنا زوجتي أنا ما أقول لك عم بيطلع احكي يا انت ما بيحكي عن حدا تفهم اليوم إذا أنا طلعت نقدة اللي بتطلع غير أنا بحترم بالظبط أنت اللي هون التوازن كتير هذا صح معنا أنه أنت ما بتنتقد ولا بتحب اللي بينتقد ولا بتحب الأشخاص اللي كتبته كمان بكر اللي بنظره كمان ليش لأنه ما فيك تنظر عليه أنا بسكت عند أنا اليوم وأتكون مع شخص غني ناجح تاجر مثقف بسكت أتمنى أن أسكت كل الوقت أتمنى أن يبقى ينظر ليش أنه عم يستفيد أما ما فيك تقلي أنا ليش ما بحب اللي بنظر ليش اسم تنظير خاطئ اليوم شوف في فرق بين الثقة والغرو وشو هو الشعر أنه اللي السقة هو يتكلم بشيء هو يملك يملك يعني أنا الغرور هو بيحكي عن أشياء لا يملك ما فيك اليوم تطلع يا أخي روح أنت وصال لو وصني ما فيك تحكي لي على الغنى واللي بنظر مستفزين بس يكون جمالا تغرب تعرف الشخص اللي عم ينصحك هو المحتاج نفس النصيحة هو حكا دغري شوفه بالضبط هون يستفزك وعم نحكي عن أشخاص ممكن يكون والد ولا الشخص يكون فاشل بحياته وما عمل دراسي وعمل ميت شغلي حتى طريق تشرحه لابنه بتكون غلط لأنه بيكون لازم أنت تدرس وتفهم وكذا ماشي الحال بس أسلوبك خطأ لأنه أسلوبك كأنه عم يعاقب حاله أو عم تعاقب ابنك لأنه أنت عم تتذكر نفسك عقد عقد فهيدا التنظير وعقد هو تعقد من شي مثل الواحد مثل الواحد بتطلع لك على السوشال ميات لك الرجال خاينين لك ليش الرجال خاينين هاي شي شي سيئ إليك أنت جربت ألف رجال يعني أكيد بيكون هي تعقد من تجربة مثل فلان بيقولوا لك عدولة إذا طلح حدا حكى بيقول لك مثلا لبنانية والسوريين السوريين السوريين اللبناني لا في سوري سيئ وفي لبنان زوجك معقد بس أنا فكرتك بس لا لمستني فيها قلت أنا ما فيني إنقض شخص أو إذا شفته عم ينظر طب أنا إلا إذا شفته صح فأنت ليش بدك تجي تقول له لسماعيل لازم تطلع مرتك إذا هو عايش حياة مثالية روح سأل المقربين أو جيب مرتك يوم ما عندي مشكلة وجت ماء على دبي أعود هيك بينك وبين أسألة حتى تنصدم فمعنات أنا اللي عم بعمله صح مو تنظير ما عم قل لك هيك هيك الصح عم يجي إلاك تلاقي مخنوقة ومدايقة وطلق ما بعرف عنه شي لا بتقول لك هذا صديقي المقرب هي بتقول لك هذا صديقي المقرب هي اسم شريكة حياتك إذا ما كانت هيك أنت لا تتزوج حبيبي لا تتزوج إذا بدك تجيبها وتقول لها لا تعملي أنا بدي أفقد أحلامك أنا مرت بدي بلا غيتار واللي تعلمي ميوزيك روحي يعملي إذا عنده شي دا تعمله بدعمه بس لاغي لفكرة لا تطلع على السوشال ميديا فقط لأني حجبت عنكم ما عد فهم شو عم يصير صرت بأي لقاء أنت متشدد أنت بتشبغ شو عرف كون يا أخي هاي الحياة هيك كانت شفت كانت قبل السوشال ميديا بتعود ببيتك بتروح لعنده ضيوف شو بيعملو بيرتبوا الغرفة بتطلع من عندهم بيطلعوا وصخين ما فهمت ففيك روحتك عنده ضيف فيك طب السوشال ميديا هو عم يرجيك أفضل ما عنده ما معقول واحد يتخانه مع زوجه أو عم يبهدي لتصور فاليوم أنت عرفت ليش لحنا تبرمجنا تبرمجنا أنه ما بينزل هذا معقد مثله مثل الشيخ لا 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 يعني لا لي شيخ ولا لي عالم ولا لي أنا إنسان تزوجت عندي حياتي الخاصة خصوصا كمشهور أنت اليوم كمشهور شو تفقد خصوصية الخصوصية فما بقى إلي غير هاي تركوها لأ دبعين مو تركوها لأنه هذا الموضوع مهم جدا لازم أحكي لك بشي وإنهي لأنه عم نفوت بشي ما عم بنهي عم نحكي بشي تاني هذا الموضوع حتى يتأفل هو ما حيتأفل يعني أنا أعطق رح ضل إنسأل عنه رح ضل إنسأل لكن أنا عندي هاي الثقة هذا هو لي مو غرور أنا يقول لك لا إنسان لا 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 أنت في حدا تطلع مرتو على السوشال ميديا وبيطلعوا هن وبيروحوا بيسهروا لكن هن علاقتهم صح ما دخل هاي أنا أنت عامل توازن كتير حلو إسماعيل ليدر مو بي إيدي لا بس التوازن اللي عامله هو برات بيتك التوازن اللي عامله وبرجوات بيتك وجوات بيتك بس توازن اللي بيقنعني أنا لأنه أنا ما دخلني شوفي جوات بيتك شوفت ما دخل فليش عمدي لا لا فعلا أنا ما دخلني شوفي لا مو أنت أنا ما عم مسألك أنت أصدي اللي بيسأل ليش ما عم متطلع مرتك على السوشال أنا وين دخلني وين دخلني فارفيلة احترام أنا دخلني طالما أنت شخص يمكن مشهور ومعروف إسماعيل كيف يتصرف برا عام التوازن اللي عندك برا وهذا الشي الوحيد اللي بيعود على أنه خيما دخل لكم يعني أنا شغلة صغيرة لما أنت you don't judge people شو تجدج بالعربي يعني تقعد تحكم عليهم أنه أصدر حكم على الناس بالظبط إذا مثلا يعني وإذا شفت لأنه أنت أو اختصار أو اختصار شفت بنت يمكن لبسي أصير أو بنت يمكن عم بتسلم وبحفلة ومدر شو أنت you don't judge her على أي ناحية مو بس ما بنتقد هذا عالمي هذا عالمي أنا ممثل أنا أصدقائي هنا في أشخاص بخربتوا بهذا الموضوع لأنه هذا الجهل أنا شو جاي أنا لحتى بدي أقعد نمي لك شو فيه بعقلك أنا اليوم أنا أتصرف بحرية مطلقة وقامت أستفز كشخص مثلي قامت أستفز لما تحكي شي غلط لما تبلش تتدخل بحرينتي أنت فيك تقول لي يا سمعي الغنيتك الأخيرة ما كذا بقول لك أوكي حر صح برافو عليك ليش عملت هاي الغنيت تمام أما تتدخل ما يدور أنا وزوجتي شو عرفك فيك تناقشني أحترم يعني أنت ما أعمل لك لا تحكولي عن مرتي لا يكني صلي نص عم بحكي عنها فينا نحكي عنها فينا نحكي عن حياتي لا تفهم أنا كيف حياتي ما عندي مشكلة ومو أنا بقعد بقول لك شو الصح وشو الغلط أنا بقول لك هي حياتي أنا أنت بتقول لي ما قطنعت طبعا لأنهم زوجت غير زوجتي أنت غير أنا تقبل الفكر هذا الغلط بالحريات أنت بضلك حر لساعة اللي تتدخل بحريتي فقدت حريتك فقدت اليوم أنا بقول لك بغني راب بغني راب أنت بتعمل بودكاست بيجبلك ليش عم تعمل بودكاست أنت بتقول ليش عم تغني راب فيك توليش تتحاربني بقول لك شو دخلك فيني بتقول أنت شو دخلك فيني يعني دغري مشاكل تخلق عندما أتدخل بحريتك لكن عندما نتناقش بوجهة نظرك ووجهة نظري هون تصير حياة حلوة أنا بعطيك فكرة لزيزة أنت بتعطيني فكرة لزيزة لكن لا فيك لا أنت ولا ألف حدا تمشيني مثلك أنا ضد المنظومة من زمان والقطيع طيب إسماعيل شغلة اللي بنرجع للي بنظره لأنه شوي كمين كترانين وصارت يمكن موضة أنه بتلاقي أشخاص بالسوشيل ميديا بيطلعوا بنظره وخصوصا بالأمور النفسية والأمور المنتل هالث يعني بيبقوا عم بيشجعوا الأشخاص أنه قوم اشتغلوا وقوم اعمال وتحفيز يو كان يو كان يو كان بس بنفس الوقت بتحسن أنه كمين بيكونوا أو حتى لا أنا بسميهم بسميهم جماعة يو كان يو كان بس بالله يو كان وبيركودوا أو بيعطوك الطاقة لأنه صار محتوى بس بيحسوا هو إنسان بيكون كمين عنده مشاكل نفسية وعنده شو عنده بيكون لا بيكون بس ليدرجو هالقصاص لأنه محتوى اليوم البشر تبحث عن أي شي قيمة بلا قيمة أي لا هلأ أنت عم تنتقد إنسان عم يطلع يقول لك يو كان في ناس عم تطلع في واحد هزب كرشو وصار مليونين يوم أي محتوى يجعلني كل العالم تحب الشهرة هلأ أنا لا أقبل بس لا أقبل شوف أي يعني في أمثلي متحل على أنت هلتو الشخص هذا شخص ناجح أو مثلا اللي رش ملح وكمان هداك عنده فكرة شوف 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 عمل رش عمل حركة سلى الناس عمل تجارة نجاح إذا بتععد بتقلي مليار يوم هذا غلط بقلك أنت الغلط وأنا غلط لكن هو عرف يلعب صح وحقق أهداف أما هات شو أهداف وليو كان مصاري مو أهداف وانت يو كان وبدك وما حيعرف هون صار نظر هون هون فكرة المحتوى شو هدف المحتوى النية هي في قلبك هي اللي بتكشف فأنت هدول جماعة الليو كان وعم تقول بنظره كتره لأنه بدهم محتوى مثله مثل أي حدا بنرجع لفكرة تقلتلك ما فيك تنظر علي تقلي أما هلأ تقلي مثلا كيف تصبح سري وفي أشخاص على الانستجرام هلأ انتشروا شابين مع عدم احترامي لأله لي ومو مع احترامي لأنه هن 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 فقدت حريتك لما انت بلشت تضرب لي عقول الناس يعني لما اطلع روج لا اطلع نسوان كون على السوشال ميديا هن فقدت حريتي أنا ليش لابت بس بما أنه أنا مسكر على الموضوع لك وحتى أتمنى لأ تحكو فيه بس عبس لأنه نحن صرنا نكره الريد اليوم أنت الريد الحقيقي قبل 10 سنين ما كان فيه انستغرام وشير لك نزل انستغرام بلشت للعالم وما كان فيه أمور ناجحة بطريقة يعني الترند عمل نجاح وخلى العالم أنه يعني فيه فيك أنت تروح عن طفل صغير تروح تقول له دروس طب ودراسة وهندسة يجي يقول لك طبيعي ما تطلع يمكن بأندرو تيت أو تطلع في شخص صار مليونير من ورا أندرو تيت حقه يحكي تبه أندرو تيت يحكي يطلع بسيارة أموال في فكر أوكي أما أنت شاب لسه عم تقبض راتب 1500 يورو وعامل محتوى كيف تصبح ناجح بس لأنك لبست بدلة مستعارة من رفيقك وصورة حلوة وقاعد بمكان يمكن أنت شربت فنجان قهوة ما معك تدفع حقه بس لتصور فيديو وقالت بلله تجيب وتفع لي شو شفنا نحنا شفنا الحقيقة لابس بدلة وقاعد كيف بتصير غني هذا الكذب فمشانك أنا لا أقبل بأي شي يشوفه ولا أقبل أن أسمع إلى أي بودكاست ولا أحفز مين كان يطلع يحكي اليوم نحن حتى حضرتك إمي لو بدك يعني تعمل أي شي بدي أولى تعطيني هيك دقائق صمت تسمع لأنه هي إذن حكت لشخص واعي فهم حتى حيتغير مسار حياته صدقا هون بيبلش عدم التنظير اليوم فكرة المنظر والواثق والمغرور شلوم دي يميزون اليوم أنا شلوم دي يقول له يا الله هذا مغرور بظل أنا ليش لأنه لما تشوفه فاشل وعمل لك أنا وعملته فاشل فاشل يا حبيبي أنا بعرفك ليكك ما معك تاكل أما إنسان ناجح مع مروره بسبعين ألف عاقبة بحياته وتشوفه صلب هلا قدامك وقاعد من أربعين يوم أبي متوفي ومن ستة شهور أمي متوفي وخدعوني أربع من أعز أصدقائي اللي صللون عشر سنين من بعد وفاة أمي ونحفان وجاي بكل صلابي عم بحكي ليش أنه أنا واثق شو عندي فهذا الفرق بين الثقة والتنظير أنا ما عم نظر لك أنا مقاعد بودكاست يلا بودكاست فلازم أنا أكون هذا اللي يوال أنا أنا أقص لك أصصي عم أصص لك عم أحكيك أصطي يا شوف إذا حتفيدك ما عم أحكيك لك أصطي ولا رحنا أنا ورفيه ورقنا ما عم أحكيك الأصص التاف أنا جبت أهم شي من الأصص اللي عندي وعمل لك تفضل بحكي لك أنا وزوجتي بقول لك عاملوا زوجاتكم كصداقة صداقة يا بشر ما عد والله مرتي مخنوق من مرتي كله بيقول لك مخنوق من مرتي مرتي دقتلي ليش ليش بنينة ليش عالسوشال ميديا شوف ناس عم تعمل ريلات دائما منظورهم عن الأم ماسكة شحاطة وعم تلحقهم ليش هاي هاي مع التقدم قللت قيمة الأم اليوم ما فيني أنا أكون عم تابع ريل لك ولا واحد تاني ولا تالي تلاقيك عامل سكتش تمثيلي عن الأم الغير مثقفة بيقول لك أنا رح تجيبت لها لأمي شغلة هاي اللي بتنظف الأرض أوتوماتيك هم حطت بزر عليها وقعدت تاكل بزر ليش أنت عم تروج أنه أمك غير مثقفة وجاهلة هذا الفكر لأنه صار السوشال ميديا بيد مين ما كان ما لازم اليوم لازم تطلع بودكاست لازم تكون مثقف تعرف تحكي تعرف تسأل تعرف مين تستضيف تعرف شو تنشر شو بتحقق النجاح والشهر أو المال أنت صح أنت نفسك نفس اللي يعني نشر التفاهة لكن شو هو نشر بطريقة رأس عمل شي وحقق وانت حققت لكن بقيمة صار إلى قيمة بين الناس جاء أنا شو بيفرق اسماعيل عن مليون مغني ربي أجيال صلوا من 12 سنة بيسمعوني ليش لأني معهم معهم بقلهم تعالوا نعمل تعالوا نساوي تعالوا كذا وما بتدخل فيهم وبالحق أنا الفانس تابعي بيعملون جروب على انستغرام ودرستي ما درستو كيف كون شو بقويهم ففي قيمة لألي لو ما جبت مليارات المشاهدات لكن عامل قيمة لألي أنا أحترم هاي القيمة ومبسوط وبعد بتسطح المخدية وأنا مرتاح فاليوم إذا بدي أحكي عن الأم إذا بدي أحكي عن هاي الأم فهي هي اختصرت كل شيء بهاي الخدعة اللي عاشي فيها بهذا الكوكب بالسوشال ميديا والأشياء الكذب الأم ما لهي تظل تورجين تشوف على انستغرام هاي تظل تقلب عن الأم هاي اللي بتعيط اللي بتعيط زدت لابنه شحاطة وليش وسلاح الأم وقت وست الحبايب بعيد الأم بيحطوا لك شحاطة سلاح يمكن طريقة ساخرة يعني ما نازم شفت أنا لا شفت بس ما مش ضروري نقلها للأم إسماعيل يعني ما قالهت ما قالهت فمتبه يعني الأم بتغلط كمان الأم بتغلط يمكن يعني بس إسمع مش عم أقلل من قيمتها لا أنت ما تدافع عنهم فقط لا تدافع لا أنا أنا بدي أقول لك شغلة صغيرة أنا أصدق ما عم أقول لا أنا ما عم أقول إنه هني الشي اللي عملوه غلط ما أتدخل لكن أنا شو عم أقول لك ربطط أنت بدك تفهم شو قلت ربطط لك اللي عم نشوفه عن الأم عن الأم أنا ربطط شوف عن الأم كتير عن الأم لا الأم فيك تحكي مليار لا مش عن الأم هيدا لا مش عن الأم هيدا جزء صغير لا لا أنا أصدق كيف عم يروجون مو بس موضوع يعني الأم أنا بقول لك كل ما تراه يتناسق يعني أنت ينطبع 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 آم أنت من دون ما تحس هيك صارت الفكرة صار فأنا اليوم لما كتير عم بحكي عن أمي أنت تغلق أنت يصلك زمان بتقول بكاتب كل يوم كل يوم أدعي لو ليش أنا هيك بس أنا لأني عملت هيك أنت قلت مو ضروري نقلها طبعا أنت في أم هيك ما تتعاونوا اسمعوا شو عنده فسمعت فوصلتك رسائج 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 الظبط يعني أنا اليوم وقت ماتت ماما في ليش بقلك في ثقة انتبه أنا بعرف شو عن بقرة مسجات بعرف شو عم بيسير قدامي بعز أمي الشيخ اللي متفضل إذا بتحب تمسك الماك تحكي طلعت الناس تتضمنت اللي رايح شوف أمي طلع في ناس ما حاكمة أم صلى أسبوع يا أخي في بيوت أنت ما بتعرف ما في داخل البيوت فأنا عم بحكيك على شغلي أعمق شو بدي بالسوشال ميديا أنا مضطر ورجيك عظمتها وقارن بقى وشوف في أم هيك وفي أم هيك فأم أعمل لها أنا وصلت لمرحلة بيحياتي بعد أمي الحدث وبحكيي الحدث الحدث لا وجود للإله بقولها ليش قديش نخرق قلبي بيوم وليلة أبي رب العالم ليك شفت من دون ما حسئلت أبي رب العالمي مثل أبي صار ما عرف فقدت أمي وأبي فلازم في ربط فيه الله لجأت له بآخر سبع أيام قبل ما تتوفى قالوا لي شلون عم تدليل مو بارح نتملحد الحدث الحدث ضاع العقل تعم تعم قالت لون الله الله سامحني الله يعلم ما هو الإنسان وعم باخد له لهذا البريء اللي قلبه لي أغلى شيء عنده بالدو فبيسامحك وبرجعك فالفكرة فهموا فهموا الدنيا فهموا الدنيا من إنسان جربت جربت الإلحاد وجربت كل شيء ما طالع من عبث اليوم لما بيحكي كثير عن الأم غيرت كثير شباب سيئة مع أهله يا أخي سيئة أم وأبو ظراف ومناح فقط لأنه عم يقولون لا تحششوا ولا تسهروا كثير ولا تشربوا كثير أهل مو معقولة أمك تقول لك كل يوم شرب بيقول لك أمي بتضل وراي لك يا أخي بفهم أنا عندي طفل أنا لي ما بحب كثير فبقوا نصحوا فتقبلوا للأم بفهموا بقى فكرة مو كل شيء بتحكي أوكي في أهل جاهلين وأهل سيئين بس لبقى تأخدوا قيمة فقط عن الأم هيك فضروري أنا أطلع دافع عن هاي الأسرة لأنه هاي الأسرة سبب فشل الجيل اليوم لو كل الأسر بالعالم الزوج بيشتغل والزوج بتشتغل صلعوا أولادنا كلها ترباية خدامات اليوم في فكرة بهذا المجتمع 30% من الشباب اللي عم شوفها الأطفال ترباية خدامات أما قال الأب والأم التهوا بحياتهم وسفروا بقى الله خدامات فطلعوا ترباية فيلبينية هاي الأولاد كمين كانوا يعني بأسرة مفككة كمين أم ربط لحالة أنا ما بهمني والأسرة أنا بهمني شو عم نتلقى من الولد هذا الولد طالع من أسرة مفككة فأخذ عشوائي طول وقته مع الخدامي عم تأخذه وتلعبه وعم تقول له فهو شو عم يتلقى تجي أنت لا تقول له ما عاد سمعك يا أبي عود عجنب أنت ما كنت معي من البداية لتكون معي هلأ لكن أنا تايم وعود لعب مع بلايستيشن مو يعني لا تعمل لا لا بدك تخرب أنا مرتي بتقول لي أنت وابنك يعني عندي ولدين مو ولد بلا لك أنا بدي قوم نكسر سوا ونخبطه لأنه في هلأ عنده هلأ جاء أخ قبل ما كان عنده أخ يبحث إلى شريك ضل لا 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 ما بس ينضل لا 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 خلي خرب خلي كزا وخرب معه لكن بتحمي يعني قوم من نط قوم من جن قوم من خرب اتخذ هذيك اليوم شافتني عم بمسك كاسة مي بارد وكاسة مي صخنة وعملين المطبخ ثوري لحتى نكسر كاسة بكاسة لعلموا أنه إذا بتحط مي صخنة كتير بمي بارد كتير بتكسر الكاسة فما كانوا ينكسروا لبقى ما جربنا بوح عرفت كيف كان شكل المطبخ طاليك بابا منحط بارد 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 ومنحط تلج ومنحط سخنة سخنة منكبهاي البارد منحط لها دغلي سخنة متفصل بس هو مستمتع واو ونكسرت فاليوم التربية إلى آثار بس أنا بدي أحكي لك عن قيمة لأم أصد شو سببها اليوم أنت في ربط روحاني إذا شئت ونقبيت أنا اليوم لم بعدت عن الإله فترة شو ربطي معه مو بالصلاة والصوم والعبادة يا أخي هذا سكور سكور اليوم أنت بتصلي بتصوم هاي سكور أنا بسميهم values أو أنت قيم تزرع قيم بالحياة لا لا أنا عم بيحكي عن السكور اليوم أنت اليوم العبادة سكور خمسين بالمئة واحده خمسين بالمئة أنت اليوم عم تعمل خير عم تعمل شر فأنت بتصلي ما بتصلي لكن في شغلات لسه أنت تاركينها تاركين العالم تاركينها اليوم أنت ما حدت حاسب بس صليت ما صليت خلصت لا في بعدها في بعدها هي هي سكور هي شغلة فالربط الروحاني هو ربطك بأله بأي طريقة صلي بأي طريقة ما بتربط في نس ثلاث خمسة وسبعين بالمئة أو ما حظوا المم ثلاثين بالمئة خلينها وخمسين بالمئة بيصلوا وعم يفكروا بشي تاني ما في ربط روحاني فما معناته ما تحكين يا بالصلاة السلام ما بتربط إذا كانت بهذه الطريقة تبدأك تتعلم كيف يصير عندك صلة مع الخالق شلون صارت بعد ما بعد الحادي بتدي بقى خلص إذا أنت موجود وقفت على الشباك تلو إذا أنت موجود لا تحرك لي جبل لا تتحول لي سحر فقط حسسني حسست عبت أنا ما بقدر عيش بلا إذا عشت شهرين شو كانوا صعبين شو كانوا بدك منه يحسزك كان بدي أول شي شفية ليش ما عم تشفيلي أمي ليش أنت ما عم تحيل وعم أعمل لها كل شي ليش ما عم تطيب قامت سطحت تلو حسستني يا الله إنك موجود صح دي بس حس دي ارتاح إنه أنا عندي الله وتسطحت عم تذكرت شغلي رب العالمين بيتواصل معك أنت وقاعد ما بتدو أنت وقاعد بقلبك بيقول لك أنا أقرب إليك من حبل الوريد أقرب من هاد وجواتك ربنا فلما تأمن فيه صح وتربط الصلة صح وتعرف مشاناك بتلاقي النية والقلب اللين إلا من أتى بقلبين سليم منتك تروح لعند ربك بقلب سليم فالقلب السليم هذا صعب مو سهل عم يحكيك عباداته بس أنت أنت كشخص هل أنت سليم؟ هل أنت إذا بتشوف عالم عم تموت بتقول أي دول ما داخلنا ما بدي حدا يموت بالدنيا أنا ما بدي شوف قتل ما بدي شوف هذا القلب فاليوم هذا الرابط مع ربي تسطحت أتخذ هذا الحكي شي أربعة أو خمسة صباح كنت خلص نيمتها خلصت لأكسجين حطت لأكسجين كذا نامت أنا أمي ما آخر شهرين ما بتسطح ومنوع سرطان الرئيس أصعد للظل قاعدة فجبت له هاد الكرسي اللي متل السينما بسموه هيك الجلد ضبطت له مخدة مخدة لتعمل رأسها استعبد تخيل أنت شهرين قاعد هيك نايم فايل في ألم في ألم ما حدا بيحسه ولا حدا حيحسه ولا حدا بيحب أمه مثلي ولا حدا أمه شغلة خاصة بيسمعي فمشان هيك هذا ألمي وهذا بحياتي ما حدا ولا ادخلت بحده وانعزلت سنة عزلة اكتئاب بتي أس دي باي بولر الحاد وحلة وعندك عائلة ممنوع من 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 كاسة الأهوة للموبايل لأي شيء انت انت الربط انت العامل يعني أنا أب وأم من زمان لأخواتي ممنوع تنكسر ممنوع ما في ما في يعني ما عندك حل عرفت البحر من العدو من وراك ما في تفرط فرطوا كلهم فما عاد في عندي حل تعبت يا الله حسسني فيك اذا انت موجود خليني حس تسطحت ام هيك ربنا ارسلي هي الرسالة انا اليوم اكثر انسان بالعالم مؤمن بوجود الاله اذا بدك تضل تشرح لنظرية الحادات ونظرية القرد وشلون تحول الانسان ونظرية الطبيعة وما عاد افهم لانه شفت شفت الله بقلبي بلك شايف ربي بعين قلبي فلا تدلني بعرف طريق منيح فلا تسألني انا شفت لك فيني هذا الهي وهذا انا شفته شفته ببصيرتي حلل لي اموري فهون بيصير اليقين يقين بوجود الاله هون فيه ثقة فهي الثقة هي شلون اجت تسطحت تخيل انت ام عام تموت وانت بإلحاد وانت مكسور وانت 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 شلون دك ترتاح شلون بربك بريحك برسالة هيك عميقة بشواتك بيعطيك بدماغك عشان هيك ما فيش اسمه صلاف حين تكون عم تقلي على انستغرام تطلع واحد بيقلك انت كذا 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 حكى شي تقول ليه والله هيك هاي كلها رسائل نحن ما نفوكس نحن عم نركض على الدنيا ما عم نفهم شو عن نصير انشاء الله بيقورني الهدو بتمشي رحت عشغلك صناعة يوم صناعة يوم الله نطلع على المراهة بحاجة رأي الحياة انسان انت بكلمة الامرأة انتبه الامرأة بحاجة المصريك وكل شي هذا لا يهمها بعضين بحاجة تحترم انه ستا وكلام حلو يوم 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 هاي المرأة موج مجاملة فما بالك الام فتسطحت اعم رجع الفلاشباك بيش الزمن عندي ست اشهر لبرا فتت عن دكتور انا غمضت عيوني تذكرت امتى خربت حياتي انا كنت طالع من لبنان عامل مسلسل انا وماريت الحلاني وبعض النجوم تتيانا مرعب و اطلعت من لبنان انا فنان وبالجسم وبحيات مصاري ويلا وبيدي اعمل ريحت لعند الدكتور اماما تعبت اماما كان مع cancer study فبعرف انه حياته طبيعية بتطلع من الجرع بتروع السوق تطلع المول بعد الجرع وها صمي مع cancer study بس ضعيف يعني ما هل ريحت اطمن عليها لان عم تعمل بصوت في شي مزعج عم تلي عم يدي نفسي فنروح اطمن صلى سنتين تتعالج بهذا المشفى فهيك هيك حكي وجاي بكل الطاقة يعني عم مدرج وخطر لي قلت الدكتور يعني شو الحلقة مقال لي مع ست شهور تتوفى قلت يعني ما مفهمت قال لي ست شهور لأ ثمان شهور ورحمة ماما وبابا في هي اللحظة تغيرت حياتي لهلأ اتمنى يرجع اسماعيل قديم ما عاد فيني تغيرت قيمة الحياة كانت عم قلت لي مسج يلا يم تنزل فجأة وامي عايش عايش نحن هذا سبب عدم اهتمامنا بالاهل أنا لم لك الهو وقد سو لكن فقط انظروا إليهم لك في أشخاص بعرفها صلى عشر تيام ما بعتت مسج لأم هاي هاي عم بحكي عن أنا شايف وسيئ لسه في أشخاص شهر بيقول لك مازرتون وبيناتون شارع انت فكرك الام مين ربتك وعملتك وساوتك وكبرت اما اخش تزوجت ورحت اخ سأل عنها أنا ام ابعت لأغاني لكازم السهر لما يكون مسافر عشرتك حبيب ابي كبر هي بحاجة حبيب عطيتها الحبيب في شغلات بتشوف انت ما ضروري يعني تلها لا تلها يا اخي عطي بس فهام بس شوها هلا بدي اقول لك السر لان هي لك سيرة لانه هي هي سيرة لك سماع منيح لانه هي غيرت حياتي كليا بفكرة القدر والجحود وانه يا الله انت عم تعملي هيك انت ما عم تساويني غني هيك حياتنا هيك شبابنا دائما الجحود من وين بيجي من المدير مثلا بس لحظة شوفها انت رح قال لك ياها كاملة لا لا هي هي من ضمن اللي شتيرة ما طلعت لات خفز بس لكن شو اقول لك الجحود امت راح لاللي صار هي اللحظة وانا عم بطلب من الاله انه انت حسستني فيك وريحني سكينة 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 اجمل شيء بالحياة اني بدي كون مرتاح الضمير تسطحت هيك عم رجعت فلاشباك لعند هاي اللحظة تبع الدكتور يلي انا بوقت هون بلش الحادي ومو بلش الحادي بهاي اللحظة ببعد فترة انه شلون هيك وانا عملته بلش وفي صعام تهبط طلعت من عند الدكتور اخدت كل تفاصيل قلت له بدي كل شيء عمل من سنتين كل شيء وعيطت وكسرت ودفشت والمترجم هو تركي الدكتور بروفيسور مش فخاصة مهمة يعني قال لي وين دكتور وحي مش فخاصة مهمة يعني وبيت بإسطنبول شيش يعني من الأرقى المشافي بروفيسور امرو شيء خمسة وخمسة وشتين سنة قالوا لا لا قالوا انت لا تفهم قالوا انت واحد ما لك دكتور انت غبي انت 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 احقر انسان بحياتي كان هذا الرجل هلأ اغلى انسان هذا الدكتور اذا برجع بشوفه برحبوسه مع اني سبيته لك اشار بذن معم بحكيك بسيرة هيك عم قصة عليك سيرة نطلع بودكاستنا نحكي بشي صح طلعت قلت لهم كل شيء صار بسنتين بدية تحليل صورة بكل شيء عملته امي هون بدي اهم سيدي ايميل ورق بدي حاول اذا واحد قال لي ايميل بامريكا ابعت له ايميل اذا واحد شفته قال له خود ورق كل شيء الصور بيجو سيدي بدي سيدي قال لي رو عود اعادت صرت ابحث بجوجل من الدكتور اللي عمل معجزة انا فاصل خلص تغير الزمن انا من شوي كانت حياتي يلا بدي ايجي عن الدكتور ورح بقى ما عشفت انا اعشق امي بدرجة ما فيك تتخيلها فما فيني اسمعي الخبر يا حبيبي تلو هذا الدكتور لا يفهم ما لازم كان يقلي طفل انا من جوا اعمل لك هما قد تموت لا كان فيك كان في قليل في امل كذب علي العالم تحب الكذب اليوم بيقولولك هذا يبيع احلام وهمية وهذا يبيع الحقيقة هذا مليان عنده زبائن هذا ما احد بيحب يسمع الحقيقة يا اخي ياريت يكذب علي ياريت ياريت قال لي لأ رحنطيب ورحنعطي عشان هيك كرهته وقل لك ليش حبيته هلأ بالنهاية هي اجمل قصة بحياتي لانه هي هي نقلة حياتي تخيل عملك موتة امي اجمل قصة لا هي الربط فيها لقيت دكتور بمشفى ميموريال بتركيا هي جدا مهمة عطلوا عني انستغرام وانا حسابي موصق في ابل دغري رد علي ربع ساعة رد علي هنا يجهزولي الاوراق سانة تحت بالرسيبشن قاعد وما عم بقدر ابكي لسه رح ابكي بس هلأ هلأ بدي حل انا ماليم تعود اكون جزء من المشكلة او حيادي في شي دي حلو في مهما بده تمود دي عايشها ما بعد فهمت انا بقدر عايشها ما عاد فهمت الربط بدي لقي حل انا من يوم يومي بحل بس هي كانت راضلة هي كانت القدر الحقيقي انه في اشياء ما على بيدنا هذا ربك لما يقول لك في قدر رو رحت لعنده والله اعطاني ما واحد بعد يومين شلون بعد يومين هلسه بدي ارجح البيت شوفها بدي قعد معا وهي بده تموت بعد فترة شلون وهي عم تقول لي يلا انا ان شاء الله بحس هي احسن بس هل في ديئة شو في ديئة انت دك تموتي طب ليش انا قلدي يموت ليش صرت عندي يقين لو بده تموت لي صار في هالخوف قلت يا الله بركي كذب روق لنشوف الدكتور تاني بس لأ صار عندي يقين صارش بي عندي عندي يخوف بعد يومين رحت شفت الدكتور ماسك اللي وراء فت مثل الاهبل اليوم انا فايت هيك تخيل انا اليوم جايل عندك انت دكتور ااخد موعد معي اقعد برا انا اجا اسمي انا فايت لعندي عم دكتور حطيت له هيك وراء وسألي روق 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 دقول دينادو المترجم ما بعف احكي باللغة التركية للطب دي افهم شلهم دي قل له صورناها بمفردات الطب فتل عنده ها مجنون دغربي هاي اللحظة صابني شي اسمه بيتي از دي اضطراب ما بعض الصدمي خاص اكل صدمي صار معي اضطراب صار معي اضطرابات فتل عنده اهبل اهبل ما عم بفهم حطيت له راء قلت له امي عم بيتبوت ما عافي قال لي وروق اجا قال له ما حدا بيجي هيك ما فيني شو بدي ابحث شو بدي ابحث عطت لي من سنتين عطيني المهم شو القفلة وعطيني الروبوت بيسموه روبور طبي يعني عطوني قال لي الدكتور شو بي الدكتور كل ستة شهور بيقدم تقرير يعني انه زادت الحالة هداول التقارير مهمة وشوف لي كم آخر ثلاث تحليلات شو قبل شو بدي بالتحليل من سبع سنتين بس أنا وها عرفت استحلة خد هاي سيديات خد هاي خد مصاري وقلت له اذا في شي شيب عشرة الاف دولار الجرعة بجيبها لو متين الالف دقيت له صاحبي قلت له اذا أنا بدي جيب في جرعة قالوا عليها بطنعشر الف دولار الجرعة اني عشر جرعات لازمة مية وعشرين الف فيك هيك دقيت له كيف قلت له معكش مية وعشرين الف دولار ما فهم فصالي تضحك لا تضحك ما بدي تموت أم قاللي في قاللي في شو فيه روء قلت له هيك هيك قاللي في قلت له يعني إذا قالوا لي فيه قل لي لعيونك قلت له شكرا بوي سكرت ما فهمه بس ضمنت إنه إذا فيه شي فيه صرت تلاقي حلول الأرض إذا بتقلي مليون درق حجيم فقط قل لي إنه ميودة تعيش أهو ما فهم هاي الحالة فهمك يا دكتور مية ألف حدا عنده دكتور يعتبر الزبون جايل عنده وما يفهم بالمشاعر فقلت له إذا بتطيب أمي عقيدة كلها حتى صير عبد عنده هايك بشتغل عندك بروج لك وبقول عنك ولأطلع إحكي صار إلي مأيني روه روه ما بدي كل هذا إن شاء الله بس خلينا نبلش خليها تجي بعد بكرة أنا في حصن أنا ما في بعد بكرة بكرة ما اللي بكرة بس وبلشت المرحلة الرحلة يلي هي أكبر رحلة بي حالي عادي غيرتني يلي هي لتمنشور فهمت قيمة الحياة تركت كل العالم اعملت كل ما أملك لإسعادة هي تستاهل أنت بي أنا ما بحكي على أي أم أمي أمي دا استاهل تستحق كل هذا الربط رح رجعك على التاخت هلا رح رجعك لما ألحدت وقلت لأ الله حسستني وتسطحت كل هذا إجاني هيك قاعد بس بسرعة لأنه عشته أنت صلوا أربعة شهور ستة شهور بعد إلا شهرين لاتموت هو هيك قال لي من السبعة لتمنى الشهور قلت لي يعني السنة قال لي لا دكتور مية ألف حد عنده بيعرف لمس الرئة معك تمنى الشهور خلاص هو عنده بيقول لك ستة سبعة شهور كيماوي بتزودها تسعة قلت له بنجيب تبع المئة ألف مئتين ألف دولار قلت له بتعيش تسعة شهور ما في حل قال لي لي مع أمك هو هجومي بسمو الشري سنة اثنين في واحد بيستكن من قتله في واحد بيظل منهم بيطلع منهم منهم بيطلع منهم بيطلع منهم كان بستدي صار بريئة هذا الجحود على الدكتور وعلى الله وأنت ما كان في وعي ماما بتعيش ما عم بفهم اليقين وما عم بفهم في شي هيك كلها عم موت وروه الرسالة الأعظم وين أنا ما تسطح تشوف كل هذا المرحلة اللي عشتها والله العظيم ولا شهرين هلها تذكرت شهر قبل ما تموت بشهر وعشرين يوم كمان أنا ليك ضعت بالسير عشرين يوم بعد عشرين يوم ماتت من هاي اللحظة أمي أنا تركت أنا الحد تقريبا شهرين تركت الحد قبل ما تتوفى أمي بعشرين يوم ربي العالمين إجا حاكاني من قلبي بعتتي رسائل شو كانت شو كانت الفجوة لما أنا عادت هيك شو كان أعظمة المسج اللي إجتني اللي غيرت حياتي سطحت هيك في حالة ما فيني أخلي أوصل لك إياه إنه إنه أمك عم تموت بالغرفة الثانية وأنت هلأ خلصت هيك نايمة هيك وحالتها ومنظرة وأنتين يوم يومك تشوفها ضحكة وشعر وصلعة ومعت في شعر وتعب وما عم تقدر تقوم تجيب مي خلاص كل المال عم تفقدها أنت كانت قاعدة هيك أنت عم تقول عايشة هلأ أصر تصدق للدكتور عم لايك عم تفرط عم تفرط عم تفرط خلص خلصت السيرة هاي قام عملت هيك رب العالمين أعطاني الحل شو الحل؟ شو الحل اللي يخلاني قوم؟ أنا بعدتك على لبنان وبعدتك على دبي عملت إعلانات وعملت مسلسلين وثلاتة أجتني فجأة آخر قبل ما تموت ماما بسنتين فتحت الحياة معي فتحها ما طبيعي رزق 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 لا ترجع ما أعرف لك أمي قاعدة ما عم بشتغل فقط لأني عم بعمل شي صح بهي كوكب الله بيقول لك لا تسأل لا تسأل أنا معك ما يبعدك بتجيب الرزق وبتجي روح يجيني إعلان روح جيب رقم يجي ما أفهم ليش الرقم أعطوني ما في يومين يقولي الدكتور من غير الكيماوي في غير كيماوي أغلى تفوت على المشفى تطلع بعشرة هلاف دولار أحيانا وخمسة عشر يوم كون في رزقها رزقتها رب العالمين بعت لها رزقتها عن طريق روح يجيب لها رزقتها إلا شفتي كل هذا الربط أنا متسطح إيجاني إنه أنا بعدتلك شغلتك وعملت لها غزبت لك وضعك لأنه عندك مصيبة لأنه قلبك لين وصح وعم تعمل صح في الحياة فأنا بعدتك لأنه هي صح أعطيته واحد مثلك وإنت صح أعطيته واحد مثلك وقلتلك أمون أنا الرعش أشوف هل حدا بيعرف قيمة قدره أنت ما بتتمنى تعرف يوم تبدأ تموت أنت أنا ما بعرف أتمنى أعرف قيمة القدر رب العالمين أعطاني إياه قال لي قدر أمك أتمنى شهور يعني إذا أنقص أنقص بيومين وأزود بيومين أنقص بيومين وليس أزود بعد الدكتور ما في تمنى شهور يعني تمنى شهور إلا أربعة أيام هيك يعني صح قال لي الدكتور من السبعة للثماني ثماني كان آخر يوم إلا بالحياة أعطاني أيام تحت توفى ماما رب العالمين فشكرته قلت أه شو عملت بالتمنى شهور أنا كل ما أملك من الرضا كل ما أملك من البر قدمته تخيل أنا كون مسافر وتموت والله لأنتحر موت فتخيل الدكتور كذب علي رح أرجع أنزل وسافر شكرا لأنك قلت لي أنت رسالة من عند الله كانت لأن الله بيحبني فقال لي إما كنت تموت قعد سافر عود هي بحاشتك ورجية حتى هي صادت لي أنا من يوم يومي مرضي تقل لي يا الله أنت لك شوف إخواتي يسألون أنا عم بحكيك على شخص ما بالك عائلة اختي يعني ليش لأنه أنا قلت لهم بعد كم يوم تلون أمكم دا تموت يعني خلاص يوصلون الرسالة ما ضعبت أنا ما لازم نقلة فلا اختصر لك الحديث خلصت بس هي سبب وجودي معك اليوم فلازم أولى هي بعدين احكي اللي بدك يا فقلت يا الله وين فكرة ما في الله هي أعظم شغلة قال لي شوف وصرت أربط انه يا جد تخيل أمي هيك بدك يا مامي ما كان معي لا أبعدتك ورتب لي حياتي شلوان بدي أول ما في الله فيه أعظم إله أنا بعبده أعظم إله بداخلي دي شكراً صرت أقول له شكراً لك أمي أمي من شوية كنت ملحد صرت أعمل له شكراً يا الله أعطاني أم تبدأت توفى وأعطاني الأسباب وأعطاني فمش عاقب لك أخذ بالأسباب أعطاني كل الحلول وأنا ما كنت عم شوف كنت أعمل له أنت سيئ انتما انتما لا هو أعطاني لا وراحت وأنا الفحمود الحمد لله لا زعلت الأخواتي بقيت قلت له نهيك بقيت عرفه الدكتور لك كل يعني نحن أوردي حنونين وأوردي مرضي زدنا زدنا لدرجة عيشناها آخر تمني شهور جنة في الأرض حميناها من الهوى حميناها من النفس قطع ما حدا يدخم بعندي بالبيت ولا يرقل ولا يعمل أي شيء مزعج ولا يحكي قدامي شيء مزعج ولا تشوف أخبار سيئة صار زلزال في تركيا ولا في شيء تشوفي تلفزيون تشوفي حياة فراحت مطمئنة نايم هيك الله يرحمه ففهمت شو السبب هي فك غير غير فكرتك عن الدنيا لا تقول الله ليش ما عم يرزقني الله إذا رزقك هتجحد يمكن إذا الله هلا رزقك كثير تطلع تخرب حياتك تتخرب أهلك وتتجوز وتصير مدمن وممكن تضبط فكل حدا له شيء بهي الدنيا ما دائما أنت صح يا ما رب العالمين رازق ناس ومن بعد الرزق جحدوا وصاروا سيئين وظلام وتركوا أهلهم وراحوا فما دائما الرزق صح يعني ما دائما أحيانا بيكون المال سبب لا 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 شر بحياتك فأنت تقبل هالك منير اللي عم يجوك وعايش ورب العالمين بيعرف أمورك قال لك دا تموت لماذا سمعت أن أمي بدأ تموت؟ بحاس معتها فلش لحي أسعدها شكرا يا ربي أنا عرفت يمكن واحد من مليون شخص بهذا لماذا دي أقول له بيدي هون مين عرف أمه بدأ تموت وماتت؟ مين عرف قدره؟ نفس التويت ففي رسالة عظيمة هون فقط شو كان السبب؟ بحث بحثوا عن الله ليك أنا اليوم ما باستحيل والله ملحد يعم يقول ملحد لا اليوم فوق اعترفوا اعترفوا واعترف بأغلاطك لو بينك وبين حالك قول أنا سيئاً قول شو تعلمت من هال قصة رب العالمين شلوم بيحاكينا؟ شلوم دي حاكيك الله؟ أعملك ممكن بريل في حاكيك رب العالمين أنه يعطيك بطريقك إنسان أو ريل أو رسالة أو خبر أنت حيام تكون قاعد ببيتك هم بتفكر يا الله بدي عمي شيء بتسمع شيء بتقرأ شيء بيمرو ليش العالم أحيانا بتشير أشياء على الإنستجرام مقولات أو شيء هاي ولبستهم فهي كله رسائل اللي تفيدك فأنا رب العالمين لما رجع إيماني القوي فيه لأنه ديك بعد كل هبطة فيه صعود إذا فيه قواعد صح يعني ما رجعت حد عادي وما رجعت شيء بس عم صلت لا لا ما يلقص هيك القصة بإيمانك ويقينك أولك إيمانك أولك إيمانك أولك إيمانك فهمت الدنيا صح بله وبلشت تعرف الأشياء اللي هم تدور حولك هي أشياء الله حطت لك إيمانك خلص لأ صرت فهم أنه هذا الكون مهندس بقواعد وأنت ماشي بقواعد ما عاد فيك يكون عشوائي ما عاد فيك ليش هذا غني ليش هذا ناجح ليش هذا فئير فالرسالة رب العالمين حاكاني شلون حاكاني شافني الله بده يشرح بده يشرح له أنت مين بيعرفك أكتر حدا فعرفان إذا توفت أمي وأنا مسافر بالمسلسل حموت حجن لأنا كل هذا 8 شهور أعطاني إياها وأعطاني الدعم أعطاني سلاح ما عرف ليش أعطاني مال لا إلا هي رسالة قالها في أمي مرزوئة كانت جدا وأنه عاد ببيتها لكن عن طريق ما اليوم أنت نصيحة لكل شاب وصبي وكبير وصغير ربط دائما أي رزقة بدك إياها أو عمل ضيجيك أو شغلي بشي ذك تعمله جربوا سمعوا اسماعيل قولوا هذا عم يحكي أنا عم بعطيكم حلول لك أنا ما بحكي لك شي إذا ما عندي حلوله أنا ما بقول لك كذا كذا إذا ما بعطيك حلول فقلت لك المشكلة بعطيك الحل يا أما بسكت لما قل لك بهذا الربط بتقول لي صارت معه لا لا بتصير معك وتصير معك ما أنت بشروة أنا بشروة هو إله وانشئت وانقبيت في موجود ليدر لهذا الكون إمتى ينزل مطر ما أحيانا بتلاقي حريقة بعد شوي بتشوف مطر طفت الحريقة ما لازم تسكت الرسالة هي مصطفة ما في صدف أحيانا بتكون أنت بدك تدور على شغل فتقعد مع واحد من كلمة لك كلمة أمدبر لك شغل أوش نجحت هاي 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 رب العالمي أملك تفضل تفضل بس فوكس 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 هدو قال له أعطاك قال لك خود وقتك قال لي تفضل تفضل خود وقتك هيا معك للأخير هيا معك عامل مسلسل حينزل عندك أغاني بتنزل بدك مصاري هاي مصاري هي شغل عود معه هي تستحق وانت مشيت معه هي تستحق لأخر مشوار أمي عاشت هي وأبي فقط 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 حلمن الأسرة فرب العالمين عطاهن أسرة أخواتي وأختي أنا عندي أخت واحدة من أمي وأبي وعندي ثلاث أخوات بنات كبار من زوجة أبي السابقة قبل ما يتجوز أمي كبار متجوزين بس كأسرة اللي احنا بقلب البيت في عنا صبية واحدة ليش لأمي هي ضلت معها خدمتة آخر سنتين بنت مستحيل أنا تجيب شخص يخدم أمي إذا ما في ربط فأختي تخدمها بكل جوارحها ليش عزز لأختي شغلة كتير لذيذة أختي هلأ مثلا ما بتعود بتقولي يا ريت عملت لا لا عملت ضحت كرمال أمه فراحت مستقرم اسمعيل سؤال هذا الرضا باليقين هذا اللي بتكون أنت بتقول يا الله يا ريت عملت هاي رسالتي للعالم لا تقول يا ريت أنا رب العالمين أعطاني رسالة قبل 8 شهر هلأ اسمعيل اللي بيشوف الحلقة فاعطيكم رب العالمين يلي حي انتبه شوفوا الربط بالرسائل الكونية والإلهية ونحنا ليش جنودوا على الأرض مو كلا قاتنا جنود رب العالم يخلق عهد الرسل ما راح خلصوا الرسل شلون ماشا الدنيا في رسل بين الناس كلا قاتنا الرسل كل واحد يطريقة أنا الدكتور هلأ وين كمرتي هاي كمرتي كل الحابة هلأ أنا عم خاطب وأنا الدكتور يلي قال يلي قال لسماعيل إماك هتموت فوعاني إني أنا كزي بار أنا بار وكل شيء زدت 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 ليش؟ ريح لي وقت راحت أنه ورضيت بعد قبل ما تموت رضيت قبل ما توصل قال لي هاي رسالة ففهمت صرت اتعامل مع هاي أنا اليوم عايش لأجل هاي اللحظة شهرين ثلاثة هتموت فما في شيء أهم خلص انتي 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 وراحت فأنا نزلت معها على الأبر آخر حدا سلمت الأمانة مع أبي ومع أمي أخواتي عملوا كل ما يملكوا لأسعادها أنا خلص عائلة مثل ما عشتي للعائلة عاشت العائلة كل كرمالك فشان هيك الربط الأم والأب هن اللي يخلونا نعمل هيك يعني الله يرحمون هن اللي كانوا السباب مشان هيك عمل لك مال كل فهمت بعدين ما كل عائلة مثلي وما كل حدا مشان هيك ما كل أم هي بدي اسألك ليه يعني فسر لي ليه هالقدة بتحبها لأمك هم عمل لك الربط هي السبب هي عاشت فقط فقط عاشت مشاننا بعمرة ما حردت بتدخانة هي أبي كانت لأ عائلة 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 في في بنت بتدخانة مع زوجها بتترك ولادة بتحرد فمعد في ربط أسره أسري صار ما عاعد يعني له الأم بيستغربوا واحد قال لي يا ريت أمي تموت وارتاحت له ليش قال لي بتضله مزعجة بتضله تاخد لي مصري ما هاد شو لم تك تفهموه هاد ما له فاهم الحياة ما لك فاهم الرسالة دائما قلتلك ربط إذا بدك رسالة صحيحة للشباب أنا الدكتور اللي هلأ عم قلكن قمكن بالبيت ممكن الله عطيكن ياها لسه عشر سنين وعشرين سنة موت من شهور انتبه فانت قدامك بقى الطريق الطويل ماك الحدا حيشوفني أمي حتعيش عشر سنين هلا في واحد عم يشوف هاي الحلقة بهي اللحظة بعد أسبوع أمي حتفوت عتموت مين عارف فكون هاي الرسالة صحيحة وصلتك وفهم شو ممكن مقصر معه ومع أبوك أنا عم بيحكي على العيل الصح مو إذا أمك سيئة إذا أمك سيئة مفروضة عليك تكون منيه ما دخلك هذا الشيء إلك مو إله واحد يقول لي أبي ما دخلك انت كون بار كرمان رب العالمين بالقرآن دستور نحن كم مسلمين شو الدستور أكيد بالقرآن وبالوالدين إحسان أحسن أحسن ليش لقلك مو لقلهم يا حبيبي ما لهم بيعاستك إن أحسنت إن ما أحسنت أنا ليكو ابني اللي يكبر ما اللي بيعاسته أنا قوي لكن هو ليش لأنه إنتوا بس ربطتوا لأني هيك ما وقعت ولا بوقع ورحمة ماما وبابا إذا بشرح لك غروفي حتقل لي أنت سوبرمان اللي بيعرفوني بقولوني أنت الخارق أنا أمسميك الخارق اللي بيعرفوني شو عانات ليش ما قعد عندي فكرة أني أنا ممكن هو شو ما صار رحي الله يبعت لي الصديق اللي يوقف معي والشخص اللي منيح ليش لأنه هاي هي القاعدة ربط قول أنا بكرة عندي رزقة اليوم خبرتني شيء وراء البودكاست هالعالم ما بتعرفوه شوف لأنك رفضته جاك عرض قلت لي إجاني عرض لكن يخالف مبادي فرفضته مع أنه مبلغ تتمنى أنت صح معقول ما ينرد عليك وإلا ما ينرد عليك رح ينرد وهي دي اللي كتابة نحكي بأول صدقني صدقني عم يقول لك هذا الثقة يا أخي ما لي جاي من فراغ جايك من تجارب شفته وخلاص فهمت بقى إذا بدي يكون أهبل بقى أهبل لا يفهم لازم تفهم هاي الأشياء ربوط هلا قول جايتني رزقة هلا أي أحد عم يشوفني أي رزقة كانت أو أي قصة إذا يجيتني هجيب لأمي سوارة هبدله لأبي سنانه هجيب لأختي كذا هساعد عيلي ها هتجي الرزقة هتزبط الرزقة تبعك مو قلك أنت بس كان عندك بس كان عندك شخص متكل عليك أنت لحالك سيخدقوا عادي أو اللي بيقول لك ما عم تزبط معه إسماعيل ها هون بقى سببنا نختم خصص بر الوالدين قديش مهم بالنجاح لأنه في ذلك تربطها كمان أحيانا بيجي واحد مرزوب تقول الله رضا الوالدين والله أهلك رضي عنينا عليك رضا الله ورضا الوالدينه ليش هذا الحكي تزايد اللي نحكى هاي قانون الحيات يا أخي في قواني ما بدك تشوفها مغيبة عنك تصطفل بس تأمن فيها حتى تنجح كان هيك عمل هيك فأنت ليش فاشل في أسباب يا أخي ما في شي اسمه حظ حظي قليل شو السبب شو سبب معظم شباب هل الوطن العربي خصوصا عايشين بضياء السبب الوحيد أنه هنه ما بيعرفوا هنه شو عم يملوه بيجي واحد بيقول لك عايش بدبي والله العظيم الكسرت والله العظيم عم بجيب ألفين دولار تلت تافرس يا أخي ما عم لحي يا أخي هذا عيش بدبي انت قاعد بمكان لا مردودك المادي لا يزبط مع هذا المكان بس هو ما عنده ما عنده رؤية فيك تعيش بمكان فهي الرؤية لازم تزرعها أنا شو عم بعمل هون والله غالي هذا المطأ لا تفوتو هذا مو قولك تفوت هاي فكرة شبابنا أنه هنه في صديقي اسمه مهاب أيوب حذا أنام يعني بيعتبره من أصدقائي مو أصدقائي يعني زيت له صديق يعني بنزله من قيمته هذا أخ 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 بيعجبني تفكيره زلمي ليش بسمع منه إنسان ناجح ودي يحكي لي عن نجاح بسكوت اسمع ما فيك تحكي لي عن نجاح ودي الفاشل فمرة كنا عم نتناقش عن فكرة ليش عجلت ليش هيك شبابنا شبابنا نحن المنظومة تبعا الحياة هاي شلوم مع الشي ليش هيك كل الشباب مع ميما حكيت ما عم تزبط لك أخي روه روه تزبط هي فكرة فهم ليش ما عم تزبط ما فيك تكون عايش بالاستقرار المادي ما هني مراحل بالحياة استقرار مالي استقلال مالي وحرية مالية واستحيل في مرحلة رابع أنت عايش بثلاث مراحل بحياتك كنت بالاستقرار إن كان ببيتك إن كان بشغلك المكوم من خمسمائة دولار أنت بتدفع عجار بيتك ميتين زاد مية بتاكل على بيت موبايلك هاي استقرار مستقر انت لتبحث لأنتقل الاستقلال ما عاد إدعثتها الشغل بدي أنا بنامي مات ما بدي في أمت ما بدي بعمل اللي بديها بسافر بجلح وعيش هاي الحياة بدك تقبل بالاستقرار وتفهم أني أنا بالاستقرار يا شبابنا أنتوا بالاستقرار ما فيك تروح تجيب أب الموبايل آيفون 15 برو ماكس وانت تتمنفق وانت مدينو فبتقول لي والله ما عم تشتري هلا هذا الموبايل هتشتريه 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 روق هم تخرب الاستقرار انت هلا بالاستقرار كل ويشرب شو عم يزيد استثمر 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 وخلي اللي زاد عبيد عندك المال روحوا اشتغلوا وجيبوا لي مال فهم فكيف بدي افتح مشروع ب1000 و2000 وروح شوف حدا مثلي معه 2000 وأنا 2000 نعمل مشروع مشترك وانرة راح تعيش بقى لاستقلال وتترك الوظيفة وتصير بقى وتفتح مشروعك الخاص هم عادة تقول لي لا ها انت السبب انت سبب فقرك رب العليم لا يخلق فقير ووسخ أنا اليوم بشوفك وسخ ما دخل فقرك فيك تتحمم فيك تبخ شغلة بارفان في مئة دولار بارفان وقال بس هم فيك تكون نظيف النظافة ما دخلها بالفقر ما دخل الله أي أنت والفقر ما دخل الله الله ما عاشي أعم يعطيك أصص أسعى يا عبد الأسعى معك وفي رزق حتى أخده لو شو ما عملت والله لو هاجموك البشر ما كتب لك حتاخده ما أحدا بيأخد رزق حدا ما أحدا بيقل لك أنا بدي أكسر هذا بدي سكر محلر فيه إلى أنجح لا لا كلكم حتنجحوا بس فهموا فكرة أنت وين وشو عم تعمل أنا هلا بالاستقرار المادي عود أفهم أنا شو جايني 600 دولار 700 دولار شو عم عيش كل يومين عم جيب تيشيرت ومصاحب بنات وعم روح واصرف عاي واصرف هي وعيش وروح السهر ما عم عم عيش وما عم بصرف بعدين عمري 35 يا ما عم عم عي يا الله الحياة لا مو الحياة الحبيبي أنت أنت عشت عيشة الاستقلال لكن أنت بالاستقرار هذا الربط أنك ما فهمان وين أنت طب وكيف ما الواحد ما بيكون عم بيبعد عن الطموح وعلى أنه يكون هو شو عم بيحس حاله عم يتقدم يعني خلينا نقول كيف ما بيخربت بين فكرة ما هو هذا بالاستقرار وشوية عم بيلك أنا لأ بدي يعني بدي بيين أكتر بدي غامر أكتر تماما بالطموح برافو عليك يعني إذا منقلب السؤال كيف بدي أعرف نفسي اليوم اللي عم يشوفني كيف بدي أعرف نفسي أنا بالاستقرار والاستقلال أنا بأنور حلي الحرية شوي صعبة الحرية المالية حتفهم أنه الحرية المالية حرية المالية أنك تبلش بدي برش بجي برش بدي يشتري بيت بدوية بشتري بدي روح سياحة خلاص حرية ليش؟ أنه أنت فيه ربط لصرت على الحرية المالية حر أنا حر بكل شي بقدر أعمل اللي بدي يال لأنه فيه صار فيه مدخول جدا هائل فصرت حر بكل ما أملك أب تلاقي جاب لأولادك الواحد بيت هذا حر حرية مالية أنا وين؟ يعني سؤالك خلينا نقلب أدي أنا كيف بدي أعرف حالي بالحرية المالية ولا بالاستقلال والاستقرار سهلة سهلة أنت قديش عم يتخلك 600 700 1000 2000 وشو عم تعمل فيهم؟ شلون عايش؟ ها بتقول لي ايه معي موبايل هيك ومعي هيك وبشتري هيك وبيتي حق أجار وهيك ها أنت عايش حيشة لأستقلال لكن أنت بس استقرار فأنت رح تضل طول عمرك تركض وتلهث وتلهث وما حينجي ينجح يا أخي يعني مثل أنت عم تقول لي معي 2000 دولار بللك ايه؟ تقول لي رايح أفتح مشروع شو المشروع أفتح مهل؟ تروح تستأجر ومعادي معي افر لك لا غلط أنت مو الحياة تقول لي حبيبي روح أحلامك صح لكن في قواعد بتك تكسر أنا اليوم ظلت أشتغل 12 سنة بهاي الحياة لو صرت فنان أنا 12 سنة لانتقلت من الاستقرار لاستقرار هي ما لمرحلة يوم ويومين هي فكرة توفيق ممكن تكون أسبوع ممكن تكون شهر أسبوع مستحيدة ممكن تكون سنة ممكن تكون ستين ممكن تكون 12 ممكن تكون عشر هي حسب الساعة وحسب الربط وحسب الظروف وحسب في حظ ما في حظ وفي ناس بتغامر وفي ناس تموح فهمت بس ما فيك تغامر ما فيك تغامر انت تقول لي أنا لازم يكون مغامر يلا طلع طيارة بتوقع العالم لا في دراسة بكم سنة لقدرت اطلع طيارة فصرت طيار اليوم أنت ما فيك تغامر يقول لك واحد ما فيه أي حدا يطلع يعمل بودكاست يا أخي رحمونا مرحمني إلي أنا ما بتابع لكن رحموا العقول الصغيرة اللي بدأت عم تسمع أي شي لو تطلع بودكاست تكون أنت واثق إنه ما بدي أسمع الأسئلة هي متقدر تستمر يعني هي مو تعمل بودكاست تستضيف بودكاست ما فيه مي مكان يطلع يحكي بودكاست إذا ما عنده ثقة مين تجي الثقة شو يملك معلومات وشو يملك أفكار وشو يملك تجارب أحكي إلى بكرة شو ما بدك فتح لي علم فوت علم فتح لي دين فوت دين ليش هذا المثقف المثقف مين يلي عنده تجارب وأبحاث وتجارب أما اللي بيقرأ كم كتاب وبيسمع الرحبان الصباح وبيشرب قهوة وفيروز ويرتشف القهوة الصباح هذا مو ثقافة يا حبيب هاي نوع من تزييف الثقافة يقول لك المثقف هذا غريب منكوش شعره لا 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 المثقف أنك تسأله ويعطيك حل ويعطيك أجوبة يناقش ربط بالعيالة صح فاليوم فكرة المجازفة هي اللي عم يتوقع شبابنا بيقول لك أنا فين يكون يوتيوبر فين يكون مغني يبدي يجازف بروح تططط بيكسر بينزغ غنيك كله بيضحك عليه وبيزعل ايه مقول لأنتو كلكم متنمير المحل تنمر يا أخي لو ما انت ما لك مو هون ما لك هون انت مو هون انت تخلت لهذا المكان خطأ كان فيك سنة تعود عندك بودكاست عود حضر شو بدي يقول شو اللي ممكن ما يقول تطلع تلاقي حلق صاح حطوك هدف تجارب عندك تجارب ليش أنا ما بتمنى خمسين بالمئة من أعمال اللي تروح يوتيوب بس قيمت ما بتمنىها لأنه خلاص صار في الأفضل لإله فأنت توقع ببودكاست واثنين وثلاثة إلا توصل للصح هذا مقبول بس في شغلات ما فيك تجازف يا أخي هذا البودكاست بيمرو ما فيك تروح تسوق طيارة توقع ستطيارات لحتى تسوق طيارة ما فيك تروح تقود شركة أنت اليوم ما لك مؤهل لتكون مدير في الشركة أنا تقول لازم جازف إجتني مثل هلا أنت في شغلة إجتك رزقة تقول لازم جازف ورح تصير سيئة عرفت فيك بتجيك بس إسماعيل إتحاطت هوني تتو وكاتب فيها اسعى وراء حلمك تصل إلي تصل إلي هوني الأحلام هوني الأحلام انتبه شو بلجت اسعى ما فيك تقود ما فيك تقود أين تكتبت هايدي هلا هي فيه جملة أنا لما طلعت من سوريا بالألفين وعشرة آخر ألفين وعشرة ألفين وعشرة ألفين وعشرة كانت ظروفي جدا سيئة فكنت نام بمنطقة هيك عند الروشة مو دائما انتبه أنا لست مشرد لكن كان فيه ظروف أني أنا ساكن عن صديقي اللي تعال عندي مكتب شلون هم في الشركة وبمكتب قال لي بس حصروا بدك تطلع الساعة 8 المكتب يفتح أنا بخليك تيجي تنام بس الصباح بتضب الفرشة بالستوك وبدك تروح منقرب مرضان ما دخلني أنا نايمة بدك تقوم في زبائن هتفوت في موظفين فقلت له أوكي مرة اجي على المكتب ما يكونوا لقل له أنا خلصت شغل إلي والله نحنا نايمين بطرابلس عنا أوبنينج ما حل ما فيني قال له لا هو احتواني أصلا من دون أجار فقل له أوكي ولا يهمك قال لي بالله أنا آسف نسيت خبرك قال له لا ولا يهمك أكيد ما بعرف حدا بيقيد لبنان لا إسماعيل تمر الفنان ولا حدا بيعرفني يروح بقعد أحيانا بيكوفي نيت أحسبا أنا زي بدفع على الساعة 2000 ليرا لبنان إن كان أيام الدولار 1500 إنه ما بنام بالشارع أعود على الكرسي بفتح نيت بقل له سبع ساعة عندي شغل للصبح ساعة 10 ونساعة عندي للساعة 8 قفي قبل بساعة بفتر بروع شغلي أعود على الكرسي نام بعدين صاحب المحل صار يشوفني يعني يعني يعود يجي يفيقني عنده قفة مكتبة وتاخد يلي خلاص تعال هنا حبني يعني شافني حدم مالي سيء يعني ما خاف وأحيانا حتى هذا المحل يكون مسكر سأروح على الروش في ذاعة الروش في منطقة اسمها عندي كفية وراء الرمل البيضة الرمل البيضة الرمل البيضة في هون كراسي خشب أحيانا ننزل على الرمل الصبح يجي هوا فيما فصرت عشت نمت عشر مرات أنا بالطريق عشر مرات بس أنا ما بيعتبر سيئة لأنه هي خلتني أقول آه بدي بيت آه فهمت أنا ما لازم حتى آمان برفي مول أنه هو سيئ لأنه هي مشكلتي وعيست مشكلته فساعات لحتى أنا صرت اكتب على الكرسي لأن أنا بحب الراب وبحب التمثيل أنا طلعت من سوريا من عائلة الحمد الله لحنا عايشين وعنا بيت وعنا كل شي وبيت ملك وطبقتنا وسطة وعن بحلم وعم بشتغل المشلسلات كانت ببلش ودرست فعندي هذا الحلم وعندي بحب الراب بحب التمثيل بحب الفن لكن أنا بشتغل الأزياء فبلشت فكرة السعي ووصلت ووصلت لا ما وصلت وصلت لكل شي لا بس وصلت لا ما علي هني الراب استعملته كوسيلة لتعبر عن حالك فيه لليوم وبتلاقي الراب للأشخاص اللي بيغنوا راب لازم هني يكتبوا راب مو لازم هذا الراب يعني شلون البودكاست لازم ما نفهم شو السؤال لأنه ما بيطلع حقيقي هني لازم تكتب لأفهم شو بدك تقول فبقول أنا هذا الراب رحلو بعرف ما بحب مبادئ وبحب وسط وبحب شلون بيشرح واد لأ هذا الربط بس فيه ثلاثة أربعة عشرة بيغنوا راب بشكلك جدا منيح لكن أنا بحب هذا ليش عشرة منه عطيدك فلو صح وموسيقى صح وكليبات صح وكليبات بس أنا بحب هذا لأنه هذا أقرب إلي لأنه هذا تفكير لازم تكتب وتحكي فالراب أنا استخدمته لأنه بعم ماتت أماما بحكي عن ماما جاني ولد بقول شو عم حس بابني هذا الراب الصح الحقي فيه عالم ظلمت بحكي عن الظلم فيه عالم شباب قوموا يلا حتوقفوا ليش بقول كول الضربة حتى تقوى كول الضربة حتى تتعلم إني أكل ضربة وبي بصير بعطيك تجاربي بالراب هون بقى المتلقي اللي بيشبهك وآمن بقصصك وعم تنجح يقول لك أنت كنت هكي تقول لهم هكي أنت ساعات عملت بصير عندك ربط بينك وبين الجمهور هون بقى في قانون الفراشي أنا بدل ما بدي مال بعمل بهيئ الحضيقة لا تبحث عن تعملي الحضيقة غني صح اليوم مايكل جوردن لما سألوه أنه عنده فيلم مصائقي حضره بيقول له شو أكتر شي صار معك مهم أكتر مبلغ أخذته بيقول عنك مبلغ 8 مليون دولار 80 رقم خيالي قال صادق عند الشهر في قيمة اليوم أنا ما هدفي المصاري ما هدفي الشهر بس بحقق أنت لما ما هي هدفي بيقول ليش صرت هيك ليش مايكل جوردان مايكل جوردان ليش ليش صار فيه شوز لمايكل جوردان بس لأنه عليه طبعة أحق بلاوي ليش صار لما بدأ تقول باسكتبول مايكل جوردان خلاص ليش لأنه أصلا ما همه قال لهم أنا فقط كنت فوكس أني إلعب سلة بشكل صح إلعاب سلة بأفضل ما يمكن حيجيبوك أهم فريق وحيجيبوك محمد صلاح ما كان حلمه يطلع ريفربول فقط كان حلمه يلعب قدم بأفضل طريقة هاي هي وقع لو ليش ريفربول من يوم يوم يقلعو يقول لا لا ما قال له نتعو يعني بدك تشتغل على حالك من الأساس بدك تشتغل فقط على تكون تخلي الناس تشوفني تخلي لنفسك أنت سلعة بهذه الحياة شلون بدك تروج لنفسك هاي الشطارة اليوم أنا بجيب اتنين بقول لك أنت خذ هذا الكوب وانت خذ هذا الكوب نفس الكوب وروحوا على نفس المدينة في نفس الطبقة قوة شرائية وكل تجي أنت بايا عشرة هاد بايا واحد نفس القيم بلاك ليش هاد بايا نفس اسماعيل نحن بتلاقي أنه هلأ الرعب إجا من برا من أمريكا ومن مجتمع السود اللي كانوا عم بطهدين بالحبوس أو عم يتعرضوا للعنصرية ويعبروا عن حالهم الهلأ انتقل للدول العربية بطريقة أنه كترند بس ولكن هلأ مع الوقت صار لا فعلا بلاقوا الشباب عم يعبروا عن حالهم إذا كان بمصر مثلا بالثورة طلعوا في كتير رابرز وبسوريا بعض الحرب والشباب صاروا يلقوه كاشي فان بيشبههم قد نضج فكرة الراب بالدول العربية يعني كل زمن إلوه نتبه يوم أنا أمي ما بتسمع راب وما بتسمع إليسة وتعمل حسن يوم ما بتسمعه مول أنهم سيئين هي تربت على مكانته أمي هلأ الله يرحمك يعني كنت هيك لما أسمع مكلتم أماما هيك هيك بحب أعود معه هذا الشيء الوقت هلأ بهذا الزمن هاي الموسيقى نوع الموسيقى السريع نضج يعني بهالوقت طبعا لكن بقى همين لمع هذا لمع موسيقيا هذا لمع بفكرة هذا لمع بس لكن ما عاد في غريب أنا أنا بتذكر من خمسة سنين كلما أطلع لفكرة كانت Nie أكيد ما بتتعمق فيه بس تعرف أنه أقتحم الشباب فليش؟ لأنه الفن الوحيد اللي الشب عم يحكي مع شب بزبط يعني أنا عم بكتب وقول لك فأنت ما عم بكتب وما عم يجيب كاتب عمره مدري قديش قلو بيعني ولحن كان قبل أنا بدي روح لعند كاتب قلو لحن الكاتب شو بيعمل؟ أنت مع احترامي للكتاب بغض النظر على كم اسم يلي هو علي المولو صديقي بوجه له تحية يلي أعشق قلمه واحد منهم طبعا في كتير بس هذا الزلم لأنه مقرب مني فبعرف بعرف خطه إنه حقيقي يعني لما بيطلع بيقول لك يا بتفكر يا بتحس له هو هو عم يحكي عن حاله أنت حبيت أهلا وسهلا سوء عم يحكي عن حاله فقط فشان هيك صاروا أغني أكتر صاروا أكتر استماعا صاروا شو عم يقول شو حس حس عم يعطيك أحساس بعض الكتاب ليش ما عم ينجحون؟ بدي يشبيع بدي يشتغل يقول لك أنت اكتب لي بيعود بالبيت بيحط قهوة حبيتك الصبح وخسرك الهيك بيع تاب تروح بتسمع أنت بجروح أنت ملحم جابه ركبة الغنية شو اللي شهرة شهرة اللحن شهرة المطرب حلو شهرة يا صوته حلو بس المغزى بالرب ما يملك لا تكون حلو لا تتوباك بدك شو العالم توفى بتوباك لهلأ ببحارته بأميركا محل ما مات عمليله هيكي متل مكان هون تتقوص تجوح للعالم تقول لك هون هذا العظمي لك أخي فنان شو العظمي العظمي لأنه هذا كان عنده مبادئ وكان عنده شباب ناطره شو يقول يعني يحرك جيل فالرب ليش وصل للشباب وانتشر لأنه هو من القلب إلى القلب ياللي بس بيعود بيكتب أي شيء ما عمينجح ما بيوصل يا أما عملك يا بيوصل بفكرة موسيقته حلوة أما الراب الراب لما الفانز يحبوا فنان يقول لك أنا بسمع تامر حسني وإليسه وعلي كفوري وعمري دياب أوكي سوي لك اسماعيل تمر اللي بيحب اسماعيل تمر اللي بحب اسماعيل تمر للفانز بلاك اسماعيل تمر شو هذا اللي ليش هيك؟ ليش لها الدرجة لأنك أنت عايش عمر معهم مزبوط لأنه اللي عم تتساويه أو اللي عم بيش بهم بيساعدهم بقريب على أفكارهم غير هيك أنت عم تحكي أشياء من معاناة عم تطلع حقيقية ما بيش بهم والراب هو هيدا مضمونه أنه يكون يعبر عن معاناة معهم ما في نروح لعند كاتب عايش أحلى عيشة بكفيه اللي عم يكتب لك كيف سألتك كل الراب بيكتبوه بكل الراب بيكتبوه بكل الراب بس ما يلكل الراب عايش حياتا فيها تجارب مثل ما فيها إلا أنت بتقعد مو كل حدا بيحكي بالبودكاست شي مهم فمو كل المغنيين الراب بيحكوك شي مهم بيحكوا لي يحكوهم هدفه شو بالغنية؟ لازم نزل غنية فلازم أكتبوه هدفه تنجح مش هدفه لازم نزل هلأ إذا قلت بس بوش عاشق بس لذيذة بيحبوه يلا ففيه هدف فكل إنسان ما فيك تفوت على أهدافه بس فيك تفهم أهدافه يعني اليوم شلون وقت بحثت عن البودكاست تبعك وقلت أنا أوكي هذا المكان بطلق أحكيه فيه من وراء أهدافك اللي شفتها أنا ما فيني شوف نواياك فشفت إنك أنت حدا بتدقق على النجاح ما بتطلع مع واحد و تقوله شو رأيك بالفنان؟ أنت برأيك هاد الفنان لما حكا بتروح بتعمل مشاكل لتحقق هدف تريند فالراب هيك بيطلع بيسب هادو بيتفق معه بيقوله بي رايح اطلع ديسة و ديس أما قبل كان ديس حقيقي نحن السود مضطهدين البيض في مشاكل اليوم الراب الفلسطيني بقى ثورة طالع من أهم شيء بمصرط أهم شيء يا أخي هلا هاد هلا أنا اليوم غنيت غنية عن فلسطين بعد بكرة يعني لما ينزل هذا البودكاست تكون نازلة بس في غنية شوشرة عندها هلت راح تنزل؟ بكرة راح حطها بهال اسمها شوشرة بيقول فيها في جوه راسي شوشرة بمركز العقل سببها واضح لأنه عشنا دنيا ما فيها عدل سياسة القطيع مسيرة فأقطع الحبل ارفض الخضوع لأي فكرة زادتك جهل انت ارفضي أخي أنا عم علمك ما فيني سكتون انت ارفض انت اليوم العقل عبارة عن مخزون تبكمل لي الغنية لا هي المغزة تبعا مين المغزة تبعا أنه أنا في شوشرة داخل عقلي فقلت لك ياها فأقدم لك الحلول اللي بدي وصل لك ياها في غيري ما بيقول لك في شوشرة داخل عقلي بيقول لك أنا راكب بي ام ورحت على كذا وأنا بحب الفراري وبس مسيئة حلوة فانشارت يعني يوم محمد رمضان أنا أحترمه رغم أنه في كتير ناس ما دخلكم ما دخلني هلأ شو عم يعمل أنا عم يورجينا سيادي أخي هذا طلع من المعالية الفقر أنا روح أسمع قسطو بيقول لك أنا أتمنى أن تعلق صور السيارات وراي فهلا أنا اللي علقتم بيحلم في وما عميلكم هيجي حققتم بغض النظر عن طريقته صح ولا خطأ لكن هو إنسان يحلم ووصل واسعه بتوقع بهالشي اسماعيل أنت بتلاقي حالك أنه ممكن توقع بتقول أنا حابب كون بعايش حياة رفاهية ومظاهر بس نفس الوقت أنا ما بدي زيدا هذا صراع 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 كل إنسان كل إنسان غني ولا إنسان مشهور ولا إنسان تاجر كبير ولا 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 صراع أزلي إلى الأبد ما عد فيه يعني هذا أنت ما فيك تعود بتقول أنا فهمت حالي وفهمت الحياة اضغطك بنتيجة وأنا إحنا ثلاثة ثلاثة شخص حكوا وكيف الشخص بيعرف شو بده إذا على طول هو بيربط أفكاره بالعالم شو بتفكر عنه إذا بيربط أفكاره يتحرر تحرر من الناس ليش بلغنا لا يهم علي تحرر من رأي العالم تحرر ايه انت مين هذا مفهوم القواعد بالحياة والله فهمت قانون الجذب بس ما هو صح ما هو مو الصح انت جاي تحكي عن قانون ما لك إذا الرسول عليه الصلاة والسلام آي لك تفاعله بالخير تجدوا هذا هو قانون الجذب لكن شرح لك يا بيك كلمة ما فيك تجي تقول لا هذا مو صح لك انت اللي مو صح فهم شو عم تساوي لحد هو صح هو قانون موجود ما طلعوا وحكوا عنه لأنه هو منفراغ اليوم بيطلق بيجيك مثلا بيقولك اللي استحوا ماتوا طب روح فيبحاث شو استحوا ماتوا ما هو حمام احترق فيه ناس استحوا ماتوا فيه ناس طلعوا بالظلط شافون الناس فقالوا اللي استحوا ماتوا فكل شي بتسمعوا له ربط كل شي بفيه داك لبقى لبقى تقول لي هذا مثل هذا مثل بس فيه أمثال تقدمت بزمن ما بتصلح مع هذا الزمن هذا تكون انت شو هذا الزمن لا يصلح مع هاي الكلمة وفيه أشياء تبرمجنا عليها وهي خاطئة لأنه هي نحنا محكمين با فيه حدا عم يمشينا نحنا مانا هاي الحياة فيه حدا وبده يصير شي لحتى يصير شي باك تفهمها هاي الحياة نحنا مانا مخيرين انت بفكر حالك مخير لا انت مسير حقيقي انت اليوم نزلوا ثريتس كل العالم تقول له واو برنامج جديد لا 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 انا بشوفه بغير منظور لاني انا اتعم انا ما علي مثقف وفهمان لا لا انا ابحث عن ان يكون مثقف وفهمان وليش بابحث 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 وعندي فكرة تفاصيل لا ثريتس اللي نزل له هدف شو هدفه بتقول لي هدفه انه فكروا انه لساتنا مسيطرين علينا بيوم واحد خمسين مليون فاتوا عملوا داونلود فاتوا معا انت نحنا البشر شوك اللي عملا ما اهمه انت شو سريتس مين هلا عم ينزل عليه ان عمله ومشي ما احد افهم هي فكرة ان لساتنا مسيطرين فهي الفكرة كل شي بحقس عنك مو كل شي بتشوفه خلاص مرق بدك تمرق الا انا مع هالنظرية بس بنفس الوقت اسماعيل انه بفضل انه ما هل قدي حط فكرة المؤامرة انا اعطي لك لا لا ما عيست مؤامر ليك ما حط فكرة المؤامرة اينت قبل ما كون انا بصنع مثل ثريتس ومثل تويتر مثل انستجرام ومثقف حالي ووصلت حالي وصلت حالي كمجتمع انه اخلق شي مثل هيدا الشي وبعدين انت قد وحط مؤامرة لا 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 انا ما جاي من فراغ انا مش عم باطردع كلامك بس المشكلة المشكلة انه اذا بتحط فكرة المؤامرة على اي شي منصير نحنا هيك انا ما عاملك كون جاهل وتكسام هيه منصير نحنا شو في شغلك منتكل على الله لا لا معايك ومنقعد انا ليش فيتحت لك يا هاي السيلي دائما عاملك انا لما بحكي شو عندي حلوله ما بحكي لحتى اليوم ليش قلت لك هادا هاي التنظير طعب تعالى اتغير لك ياها لا انا فهمك هي فكرة مو بس مؤامرة وهنا شو بدون منها يا اخي هي فكرة تعمل لك ياللي بتشوفه حلله شفت مين راح تفكيرك شو بدي بالمؤامرة انا مين لحتى ما عاملك ليحنا مسيرين انقلتوا ان لا ما ليست مخير بهاي الدنيا هلا انا عملوه لك فيك تعيش بلا موبايل اذا قطعوا النات انت بتنتهي تنتهي دول خلاص فيش محكومين بس انا عم بحكيك كمؤامرة انا عم بحكيك انه اليوم لبقى تصدق كل شي بتشوفه بحاس على كل شي بتشوفه لك يا اخي قول يا الله شوف شو قلت لي قلت لي انا لازم ابحك طب قول يا الله شو زكي هذا يا اخي مو مؤامرة يلا يلي عمل سريت شو زكي خمسين مليون خلاهم يفوتوا ينزلوا قديش نجح بيوم هاي اذا مو 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 نفسه انستجرام النزابين عنده اياهم موجودين ما فيش بيناعمل يا اخي انت يا بدك تكون سطحي جدا بشان تنسى قتلك الناس ما بتحب الحقائق انتبه بتحب اللي يريحني لا بفكر انام دغري بنام ما بفكر حط راسو عم خده بنام انا بتلاقي اني بضل خمس ساعت عم بفكر هاي مشكلتي اليوم في انسان بيحكي بسياسة كتير ما فيك تقول له ليش ما بتحكي بسياسة شغفوا بهي الحياة يبحث اليوم أخي أخي محمد بقل له يشوف في ميسي بقل لي هذا ميسي بال2018 لعب مع فريق وهذا وجاء في نقول عنه غلط مو غلط يا أخي هذه هذه اللعبة هذه القصة هي شغفوا وببحث أنا شغفي بهي الحياة إفهم التفاصيل ليش هين عملين ما جاي يقول لك يا ولا يهمونين أنا يهمني أنه أنا أقول آه ما عات فيه هيك فهيك لا أستفيد أنا لأربوط لأحسن طوير ولأحسن إذا بدي يكون تكنولوجي أعمل مثله وعمل هيك شلون نجاح شو عمل لحتى خلى الناس لخمسين مليون فلعبها بغير نظرية أخي لها تلعب نظرية موامرة نظرية ناجحة ليش نصرت عمل هيك قام صار عنده محلات ليش مدري شو ابحثوا هي نجح نجحت أخفهم هام موتك تنجح في عندك مليار خيار طب مو هاي النظرية تعالي أعطيك نظرية ألزوا أجمل التوثيق صار بخمسة عشر درات شلون خلوا العالم كلها توثق شلون جابوا هاي الأرقام إنه عطوا توثيق للمشهورين بيعون الحلم لا عطوا توثيق للناس المشهير ورفضوا يوثقوا للناس العادية لدرجة أنا كان يجيني خمسة ألاف وسبعة ألاف قلت سبعة ألاف واثقنا إذا تعرف حدا أقول لهم ما عميقبله روح أحكي مع حدا إذا تعرفوني عم باخد سبعة ألاف هاي أتقلع أصدقائي أقول لي يا الله خدوا خمسة ألاف خدوا عشت ألاف ما أفهم بعد 12-13 سنين أنا توثقت صفحتي من شهور سبعة سنين آم أنا وقاعد بلاقي طلع يا تللي بعد فترة أميت الله كل اللي عم توثق يا أخي بعد فترة في التحليل إنه طلعوا سبعمائة مليون بالشهر شو أسكياء طب تعالي أحكي بالعبقري شو فرق شو فرق بين الزكي والعبقري مشان تفهمني منظور مو هو منظور مؤامر هو منظور إنه فيه يكون عبقري أنا لا أنجع بأنت بأنت بالبودكاست مو بدك تنجع لازم يكون عبقري وليس زكي زكي إنك تحقق يعني إسماعيل تريند هلأ بجيبه زكي شو زكي العبقري شو العبقري العبقري مو العبقري يرش الأشياء الذي لا يراها الآخر يعني أنا بقول لك شوف هاي كذا بتقول لأوش شو زكي لأنه هاي شايفين بس أنا الزكي لأطط سابقك سابقك بوعيك وبفكرك وبكل شي فمشانك تلاقي اوش شو زكي هذا افش العبقري هذا فقط سابقك بالفكر سابقك بفكر أكتر بحث أكتر ظروفه أحسن بس خليني اختملك شو شلون شلون خلوك توثق خلوك تتمنى تتمنى وثق تتمنى تخيل الانستجرام قايل لك 15 دولار من 12 سنة أتى حداك إذا بيجيب 100 ألف دولار مربح ما بيجيب أما عيشك المشاهير وعيشك بأهميته لأننا نبحث عن الأهمية بدي يكون بدي يكون مميز بحب الميازة الأنسان بحب بس لاحظ أنه بطل بدنيا هلأ بعد فترة صارت ببلش يعني صارت بتموش سمع فقدت بس هن شو عملوه هن بدون الكل هلأ انت وصقت انت بعدين مليت وصقت لك سنة بعدين مليت شو بدي فيها في غيرك بلش هي رح تضل هي فيروس هيك انتشر لأنه ما كل وثق بس نحنا يعني لاحظ شوي يعني هي الفكرة مش فكرة الفكرة العبقرية إنه في خطة شافوا ونحن ما شفناها وصبطناها هنه كانوا بتعملوا هيك بتعملوا هيك بتعملوا هيك فحبت إذا عملتوا هيك بعدين سمحتولون 15 دول فإلا 15 دول انت حصلت على هدول فأصدي العبقري والإنسان الزكي والعبقري والساعي والوعي كله يصب بفكرة هذا هذا اللي رب العالمين عطيك يا عود يا أخي عود رو عود بس فكر بهذا الكون أنت بدك تشوفه بنظرية مؤامرة أنا بدك تشوفه بغض النظر المهم فكر فكر لك إذا يعني بأول كلمة بالقرآن اقرأ يا أخي اقرأ اتعلم فكر نحن بزمن محاربين بكل النواحي إذا كنت جاهل تفشل ففكر فكر فكر هذا عنده حقه مليارات غزي نمي عرف لمين بتشوفه عرف شو بتقرأ عرف لأنه هذا عم يتغزة ما عم يحكي شو ما بدك تشوف بدك تكون بودكاست بدك تكون منتج بدك تكون منتير لك صار في عندك انتو ببيتك تتاح يوتيوب كورسات كورسات عيش سنة بعزلة أنا أتمنى العالم تعمل عزلة الحل الوحيد لأي شاب ضايع عميل عزلة أنا سنتين عزلت بالبيت لكن في شاب بيطلع بعد العزلة جاهل وتافي في شاب بيطلع مفقف في شاب سدة كاترة نفسية روح صار معي بيتي أس دي صار معي بايبولر بعد ما توفو أهلي وشلون حليتها أنا في غنية بدأت تنزل كمان بعد شي شهر بقول في كيف كيف الشبيبة خليني إلاك يا هاي هاي حتنقال وحيتطلع الحلقة ما هتكون نازل غنية هتنزل لسه لقدام شوي اسم لين القلب الغنية أو لين القلب هذا السر لا تنجح بالحياة لا يكون عندك لين قلب لأنه هو بيعطيك بقى هاي بيعلم الضاءات والروحانيات بهاي ربطة صحيح ومجربة بعد عزلتي والبحث اللي عملته أنه أنا ما عندي تكاثرة نفسي صار يعطوني ليريكا ويعطوني أصاص وصفات طبية لقيت حالي عم جن لوسترال وليريكا وحبوب هرمونية وخلاص لقيت له للدكتور أنت مين هل أنت بدك يعني طيب أنت زمون عندك أنا زبدك يعني طيب الدكتور لا يتمنى الناس تشفى صراحة أنا آسف أنا آسف أتمنى يعني يكون هذا حكي غير صحيح بس يعني بلا شغل أنت عندك محال تتمنى الناس كلها شبعان يا ريت لكل يجوع يجي أكون عندي بشانش تشفى يا ريت لكل ينشق وطيابه اللي عنده دوليب سيارات ما بيزعل إذا واحد قال له بنشر دول يا ريت بنشر وكلكم فهذا هو الدكتور يتمنى أنك تضلك مريض مشان ترجع تضلك تدفع 200 دولار 300 دولار كشفية ويظل يشتغل بده الناس تمرض ليشتغل فبعدين وعيد أنه أنا عم روح سدة كاترة يا أخي كلهم عم يحكوا نفسي الحكي ما حدا حكاني بأنا كله خده لأخي يحكيني بأنا فطلع طلعت معي جملة قبل ما أكتب الغنية والطبيب النفسي ما قدر يفهم عن نفسي فما لي إلا داوي نفسي بنفسي جبت كتب عن الأمراض العقلية والنفسية عن الذات عن الروح عن كيف أنا أتحكم بمشاعري وعقلي وكيف بعض الصدمة وكيف ليش بزعل الواحد والدبامين والإدرانيلي بيطلعوا وينزلوا شو مسبب لل مثل فيه اليوم كثير أشياء اللي إحنا بالحياة مكأبين من وراها ما أحد عم يفهمه يعني هي الإدمان إدمان على مليار قصة شو بلاحق ليش أنت بتكون سعيد لما تشوف ريل 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 أنت فيه عم تاخد عم يطلع الإدرانيلي بشلون بثلاث ثواني نزيز هيك فبترأي حالك ثلاث ساعات خمس ساعة بتقول الحنام تفتح هاد العبقرية تابعوني يا أخي أنا عم بحكي بالعبقرية تابعوني يا أخي هني ناجحين وليس منظومة وليس مؤامرة ناجحين وخلينا نقول المارك زكي وعبقري وشاف اللي ما شاف وقال لك رح أربط لكم العالم وراح يصير فيه تجار يعملوا علا فهذا عبقري شاف شي أنا ضد تقوله مثلا مارك زكي ومارك لا 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 هذا وراجع اليوم أنت ما حالك ما حتقدر تعمل هاي الصورة الحلوة ووراك ناس عم تلعب لك ميوزيك وصورة وتلوين لازم هذا الفكر فهو فكر بعدين في عندك ناس اشتغلت فهي عقول أدمغ جابوا الأدمغ الصحيحة لنجح هذا المشروع مثل أنت بدي يجيب أهم وصور وأهم وخبير صوت وأهم مايك صح وأهم إذا مو أهم إذا مو الأهم أهم من بين عشرين بس تعرف شو الصح وبتعرف لتطلع فهنا هيك فالفكرة اللي بدي وصل لك أنه العقل هو أغنى الشي فليش لأعود دكاتر وأدفعه لا عادت يوتيوب دكاتر نفسيين لكن يتكلمون ليش البيبولر بايبولر البيبولر اللي هو أنا اليوم سعيد اليوم مسعيد سعيد مسعيد هلأ بعدين صارت معي بالساعة أنا لما بتسهم بعد شو كنت فكر حالي تعبان طلع لا لا بعد ما بحثت أنا أستخدم عقلي أكثر من اللازم أنا بدي إيش في أمي بعد فهمت صارت استخدمت عقلي أرجع بعد ثلاث يام يتعب ليش لأنه ركد 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 فأنا عقلي ركدته كتير ركدته شغلته عقلي الإنسان الطبيعي يشتغل منه ثلاثة بالمئة للخمسة بهذا الإنسان إذا سبعة بالمئة أو عشرة بالمئة أنت من الزكي والعبقري لأنه يشتغل مخي عشرة شوف حالي عم حل مشاكل ما بتنحل بس ثاني يوم أرجحه لأنه رب العالم مشينا أنه أنت هرفت فما فيش اسمه باي بولر هاي الرسالة لكل حدا معه باي بولر هي فكرة أنك أنت عم تستخدم عقلك كتير فرجع تعب تاني يوم فهذا البريك والكآبة اللي بتاعدها أنت يا أخي تعبت طبيعي ما تضل بس ساحب وكيف حليتها ولا بعدها حليتها أني وقت يشتغل عقلي بقول لك يعني بحكي معرفي بقول له بالله خلصت الغنية بقول له شوف بقول له وحيات أختك بكرة مكئب أنا اليوم هم هيبر بقول له الله بكرة بعد بكرة إن كان يكئب ما تبعتلي أنا ما هيشتغل بعتلي آه اليوم صار يضحى في بعض الناس قالوا عني مجنون بهذه المرحلة تكتب لنفسك أنا بقول أنا مريض نفسي أوكي في عندي مرض نفسي وشو هو المرض نفسي أنت مريض نفسي أنا مريض كل ياتنا مرضى نفسي كل واحد عنده مرض نفسي معين ليش لأنه نفسي نفسك نفسك أخي عميقة جدا بروح بحاس بحاس ليش أنا أحيانا سعيد ليش أنا بحب بشتري هاي ما بحب بشتري دوبامين ريل 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 في ناس فكرت وبحست للإنسان يحب الأختصار يا أخي بحب هيك سليني بسرعة هيك الإنسان طبيعته سليني بسرعة لو كان الريل ساعات ساعات ما أحد تسرون كل مالهم اختصروا فسأعملو لك ريل وربطوهم بأنك تضلك إذا بتحب كرة الخدم بظل يطلع لك كرة الخدم هذا الربط فأنا اليوم بغرفتي عرفت من دون دكاترو وحست عن الذات كيف تتحكم اللي هي أنا والهو والأنا الأعلى والشر اللي فيني والخير اللي فيني وشو بحب شو بكرة شو اللي بساعدني شو لأ شو الدوبامين تبعي شلون بيرتفع وغير دوبامين أخي قمي بشوف مباراة برشلونة والريال ما في شي بيساعدوا قدوا إذا بتجب لك أجمل أشياء الأرض إلا هلا أنا أنا ما بساعدني فمعاناتها في الدوبامين ماذا يتراوح فهام نفسك فهامنا ليش هلا كأيبو وصير هروب من الدوبامين السريع ما هني بتيك توك الألغوريتم اللي اشتغلوه بيشتغل على هالنظرية هاي دي إنه كل شخص بحب شي معين وهني كيف رح يعرفوا شو بحب الشي هذا المعين يعني ما كنت ما أنت أخوك بحب الفوتبول وإنت شلون اللي أطواء كل اللي أطواء شو هو شو بحب شلون بقدي بيقضي وقت على الأشياء اللي بحبها لسه في أعمق إذا طلع لك إذا طلع لك اليوم هاي كل العالم هلا حتشوفها بعد هاي الحديث حتى تصير تنتبه تقول آه صح هي مو شغلة هيك هي أنت عم تفتح توقيت لا تفتح الأكسبلور فعرضو لك كرة قدمه مغني وابنت وشب ومكياج واندري شو فتت ضغطت بيلولك ضغط على الصورة ولو طلعت المهم ضغط بعد فترة كم من الوقت تابع يعني أنت فتحت طلع لك ريلا وانت خليته ليه خلص آه هذا تابع دقيقة قرة قدم ما معقول مرتي تشوف دقيقة قرة قدم مرتي بتشوف دقيقة مكياج أو دقيقة مدري شو غير موضوع أنا غير بيشوفو بيقسو الأفلش أنا مثلا دالما بشوف أمينيم شوف فلان بشوف كذا فبطلع لي أمينيم ما بيطلع لأمينيم ام كديش عم تخل ليش كبست وكم ثانية شفت هي ربط أدق أدق من إنه قديش قضيت وقتك بصفحة دائما أنت أحيانا أفحاص على أسم الشخص على الإنستغرام وبعد فترة بتلاقي عم يطلع لك بإيه هو زيته عم تقول له عم يطلع لي بالإكسبلور حبيب هو ما عم يطلع بالإكسبلور عم يطلع بس عند الناس مهتم فيه إسماعيل مش بس عم يطلع لك بالإكسبلور هلأ صار إذا بتمرق من حد شخص بالمول أنت موبايلك قرب من موبايلك صار بيطلع لك صافحته يعني أنا صارت معي أنا صادفة شخص يعني ما بيطلع لي عادة بس سلمت عليه ومشيت بالمول وفتحت الإنستجرام لقيته دخري هو آخذ من نفس الشبكة اللي أنت أخذ فيه فأصدي الربط أعمق من اللي سطحيات اللي منشوفها هذا مثال فأنت الربط أعمق من أنه دكاترا نفسيين والعالم عم تقول أنا مكئب يا أخي ضروري تكئب وتكتئب وأتمنى في غيرك يتمنى يكتئب ويقعد بالبيت بس فهام شو بدك تقضي هذا الوقت بالبيت بحاص لحل حل مشاكلك كان فيني بعد سنة أطلع لك هلأ أنا إنسان مدمن ومشرد من المشاكل اللي صابتني بس لا أنا في عندي بقى عزيمة هون تختلف بين شخص وشخص بالمستقبل إسماعيل غير الرب بتلاقي أنت قلت أنا مثلا الرب بعبر عني فيه رسالة فيه شي عم عبر فيه للشباب فيه معاناة عم بحكيها بقلب الرب التمسيل بتلاقيه بيعطيك نفس الإحساس انتبهي كل شيء يقيدك راح راح يتقيمتك منه مشان هيك يقول لك أنا بالبودكاست ما فيك تقيمتني مقوم أما التمسيل ما فيك يقول لك ما في قيدني فيه نص فيه نص مقيد وانت ما عم تمثل إسماعيل انت تخيل رايحة تمثل شخص فأنت خلصت إسماعيل حطل إسماعيل عجناب إسماعيل ما بيحب كذا بس هداك الرجل تاجر أو دكتور نفسي فأنت بحب برشلون خلصت خلصت إسماعيل أنت راح تقرأ مص وتقرأ وجهة الكاتب شو يعيلك شاب عشريني سلاسيني لديه شركة هو زوجته بيعشاق الكرة القدم يعشاق المدرشون ما أجب لك لا رعب ولا فن ودك تروح وتعيش هذا التمسيل وين الرسالة تقدمها؟ هون بقى القصة على الكاتب إذا في المسلسل فيه ورسائل معينة قدمت هاي الرسالة إلا إذا أنتش يوم قدرت أنت والمخرج تلعب بصيغة بتقول له والله بدي بهاي الجملة بدي غيرها أه أوكي بتلحش لك كم رسالة ما تقول لي الراب مثل التمسيل الراب له هدافتاني وشغفك أنت وين بيكون أكتر؟ أنا شغف الأساسي تمسيل كشغف فني حب حب لعب شلون أنت عندك اللي بيلعب طابش وعمل لعب ليفيدك؟ لا أكيد بحب هالشي أما الراب أنا بعمله لفيد وما فيد أما التمسيل يعني أنا الراب بقول لك شغف ببلاش مبلاش أنا بدي غني على الإنستجرام أو بضيقة التمسيل لا أروح مسل لك 12 شهر أو 3 شهر يعني من هو شغف؟ شغل؟ أعمل لك شغف وين تلاقي شغفك؟ سمع الشغف هني شغلتين عندي إياهم بالحيات الشغفي بالراب أنا أحب هاي قصة أحب بالراب بريك دانس التمسيل عندي شغف بإني ألبس كاركتر يعني غوص بي بتفاصيل كاركتر يعني إلعب لأنه اليوم أنا بحب التنمية البشرية وعلم النفس أما بحب أمسك كاركتر وقول يلا عم قلد النص لا بصير بقول هذا شو بياكل شو بيشرب اليوم لتعمل كاركتر بالتمثيل كثير صعب إذا بدك تدرسها صح بدك تقول هذا اسمه لنفرض بمسلسلي أنا وماريت الحلاني اللي حين نزل قريبا صورناه في لبنان اسمه نزيف الشخصية اسمه فراس أنا لما مسكت النص فراس بدك أنت تبلش تخلق له هو قال لي لك شاب سلاسيني هو تمسك فراس بتقول هذا شوف اللعبة وين هاي ما بيلعبوه من مكان اللي بحبه التمثيل والشغف لما بيقول لك أنا بنات شخصية بني التاريخ للشخصية جو التاريخ ربطه بخليك تعرف شو عم تعمل الشخصية مبرر لأي شي بدي تعمله دراس بالصف الثالث في هاي المدرسة بعدين حب بنت خانته أبو كان آسي بيحب الملوخية بيحب يسمع عغاني دبكة مش موجودين بالنص مش موجودين بالنص ولا حتشوفهم ما حتشوفهم عم يسمع عغاني دبكة تبنيلوا تاريخ تبنيلوا تاريخ لأعرف شلون لو الموسيقى بتحكي عن الكاركتر ما محقول أنا عندي شوفير باص وبنيله تاريخ لأنا أجبادك تبنيل أنا ما يحكي على التمثيل الصحيح الممثل لما بدي يعمل الكاركتر بدي يعمل له تاريخ بدي يبنيله بدي يبنيله مشاعر وبيدي يفسر لا شو يعمل هيك ليش لأنه شلون داك تمثل أنت آخر شي بتلبس الكاركتر من جوه أنت اقتنعت أنا بسمع ميوزك هيك وبسمع هيك وباك وال هيك وبيلبس أسود بيلبس غوامئي كان وبيحب البنات ولا ما بيحب البنات بيحب الشغل ما بيحب الشغل بعدين مثل النص فبيطلع في راس بيقدم حسب شو عاش أما إذا بدك تيجي تمثل نص ما اسماعيل غير هذا غير فهونا بينجحوا كثير بالتمثيل للناس هم ما بيكون عندك شغل وأنا مالي ذكي له هالدرجة يعني يعني هي بحث طلبيته وبشكره يعني استاذ قصيخولي اللي هو استاذي والاستاذ عبد المنع مع مايري كل ما أعود معوني بيعطوني أشياء أنا بيعتبرها ثمينة جدا لحتى وصلت لأه شو يعني تمثيل شو يعني تمثيل فكل شيء بالحياة ذاك تبحث بتلاقي له منظور اسماعيل لمبسطت كتير فيك وأنا أكثر أطول بودكاست عمله بحياتك بحياتك وحيات ورحمة ماما إنه بس هلأ قادرين نعمل ست ساعات أطول بودكاست ست ساعات ما بسكت وأقل بودكاست بحكي فيه صراحة حزير شو لأنه مبسوط فيك ما بدي أطشك يعني أنا ما بأطشك نح ما لك مزعوج لا 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 أبدا بس في ناس لو عم بتناقش أنا وياك يعني طبعا أنا بسكت لا وأنا بسكت أنا أحترم النقاش لا لا بس أنا شوف شو اللي شفته أنا شفته بحديثك اسماعيل إنه عندك تجربة شخصية حقيقية وتجربة خاصة جدا فأنا حابب give me five فأنا بدي أعود إليك إنه لأ إنه فوتك تجربة تبعك وهي تجربة خاصة جدا حكيتني يعني كلام رائع وأنا استفدت منه إن شاء الله كل اللي عنا تستفيد يعني اللي حكيت علاقتك بإمك الله يرحمه أنا مشي حكي طبعا كل شي ولا رضي أنا كتير مبسوط مع أنه سبعتلك كل تبه أنا عامل ريسيرتش عنك مش نايم برافو عليك وعملت لأنك زكي ما عاش خليني قاطعك ميحوم كندي قل لك مرة طلعت لقاعة وتقل لي ما شو شغل قلت له أنت قارية عني قبل ما أجي قلت لأ أنت كيف كيف بتكوني بتقولي عن حالك مزيعة أو مقدمة وضيفك معك عارفاني مين عم تحوري فأنت برافو لأنك مهني مهني يعني ما أعمل شي سيء بس معظم المؤاملة شفتها أنه بتعيد نفس الموضوع لأنه شفت شو السبب المحاور لما يجي سألني شو الراب كيف بنيت حياتك لك يا أخي صبعين سنة صليب شان هيك ما عاد حب أطلع أي لقاء لما بدي أطلع لقاء لازم أحكي يعني هلأ هذا البودكاست ليش طونا لأنه أنا ما عاد أطلع بودكاست بصراحة هلأ هاي الفترة شو بدي أطلع أحكي خلص حكيت لي بدي أقوله بدي أطلع بس أنا حب الظهور بظهر أنا ففهمت شو الفكرة هون بتتشوف حالك مميز أنه إسماعيل بحلقتي حكى شي ما حكى وليش أعطيته فرصته عرفت شلون استخلص وأسأله الأسئلة الصحيحة فهذا يعني أنا هاي بضفلك نجمة بمسيرتك أنك أنت حتوصل لسه لأماكن كتير كبيرة والله لأنه اليوم أنت اللي تجايبه بديك تفهم تجربته إذا قضلك تقاطعه أو تسأله أسئلة أفها شو استفد بدي أعمل حلقة تجيب أي حدا اللي أسأله بيجاوبه وخلصة فأنا أتمنى يعني أما أصلا ما حأطلع لقاءات جديدة بس لما إذا أطلع مع غيرك عرف شو تسألوني وعرفه بس هيك يعطونا شي تقيل حاجة ثقفونا يعني ملينا من التفاهات والنقاذ خلونا نحكي شي صح حبيبي بيقولوا احكي شو عود عود عوج وأحكي جالس يعني فهذا هو الاختصار على قصة البودكاست واللقاءات فشكرا إليك وإنا آسف إني بحكي كتير لأنه هيكلمتك ما خليتني إحكي لها حينبسطو كتير لا لا أنا مبسط أنا مبسط حينبسطو فأدي أخذ الحالة اللي ما حكيت كتير على الكلام الحلو اللي أنت أناك مصقف تسلم حبيبي تسلم وأنا على فكرة أنت شخص أسرت فيي كتير لقد قلت لك بكيتني لما شفت قصتك وبنفس الوقت اللي عجبني فيك اسماعيل أنت إنسان جدا محافظ وتحترم على هذا الشي تسلم وجدا منفتح متوازن ومتوازن ويرنط جدج منتل أحترم حريتك بس والله العظيم والله العظيم فقط لأني أحترم حريتك لأنني أنا بدي كون حر أحترمني وأحترمك عمالي بدك يا و تركني تركني عندي حرب عمخوضة عمخوض حربي هالهايات أنا جندي عمخوض حرب تركني تركني بحريتي وأفعالي طول ما أنا ما عم بأزيك أنت قلت أنت ما بتحكم في شيء تغضيفه طول ما أنت ما عم بتأزيني بأفكارك شو هل أنت بتقول لي تسعو لك صح أنا أريدك ستة صح لأنه خلاص هذا الفكر إذا انتشر بهذه الأم هاي دي بدأ نزيل أريل هم والله هاي إذا انتشرت هاي لحالها شغلة شكرا لك شرفتني شكرا لك شكرا لك